موسيقى ايه ما جبتوا لنفسك يا رحاضك انت هو انا بقى هعرفك ازاي ما تردش السلام عليكم اهلا يا فاني ايه للحكاية يا حضر الزبط الصوت اتجاي بالاخر الشارع واضح ان الريان دي من نرفزينك على الاخر ايه اعترفوا يا باشا خدوا مبارا ايه جبار قدام انت هو بدي ملطش فيه ملط! تمام يا فاني تمام يا فاني خد الباني يا باشا دي عربة طاجية ورا لازم اتعاقوا معام بشتك ده اه ده اه ده اه ده حضر التنقيم انت متجاوز مش كده وايه علاقة ده بشغلنا يا فن يا ترى خلفت او لا لسه انا مش فهم ساعتك توصو ده ايه انا اصلا قريت قبل كده ان علاقة العنف والتوتر العصبي بالحالة الانجابية للراجل انا متأكد انك لما بتروح بيتك بتتعامل مع اسرتك ومع المدان بتاعتك بنفس العنف اللي بتتعامل بيه انا في الشغل يا فن بساعتك جدا تدخل في حياتي وده ما ينفعش اسمع منتساكت يا حضرة الزبط واضح انك انت فاهم شغلك بطريقة خطأ تتعامل مع الناس غلطة وانا قبل ما ارفع تقرير عن اداءك المهني بصفتي رئيسك للوزارة حبيت ان انا اقعد معاك واتكلم معاك بصورة ودهية احنا هنا حضرة الزبط ما احناش في قدارة مكافحة المخدرات بنتعامل مع مهربين وبلطاجية احنا هنا في اسمه بوليس بنتعامل مع ناس مدنيين ممكن يكونوا قريبك وقريبة ناس عاديين تسعين في المية منهم بيكونوا مظلومين جايين يستنجدوا بيا وبيك عشان نرجع لهم حقوقهم ما ينفعش بقى ان احنا نقض نلطش فيهم وانزعق لهم عن فاضي والمليان يا فن دون الحبتين انا بعملهم كده عشان انجز والحبتين دولة يدوك الحق انك تلطش في الخلق انا عايز اسألك احنا اي ضابط مننا لما بيتقاعد او بيتصاب بيشتغل ايه؟ اشتغل محامي تمام لاننا في الاساس رجال قانون وانت جواك كده شوية افكار مقتنع بيهم انهم صح وانا بقولك ان ده غلط وهيدرك في بداية مشوارك وانت اللي حتدفع التمن ده انت يا راجل من عصبيتك ما قديت ليش التحية وانا داخل انا اسف يا فن اقعد يا عاصم انا مش بتمنظر عليك ولا عايزك الدرك لكن اللي انت بتعمله ده غلط واخد بالك انت اللي هتدفع التمن جسمك هتصاب بكل الامراض اوعيدك يا فندي من افكر في الكلام ده وانا متأكد انك زابط كفة وانك هتطبق القانون من النهاردة كراجل قانون مش كشرطي متسلط فهمت سعد شوف يا عاصم اسهل حاجة ان احنا نقدر نعز بالناس لغاية ما يعترفوا والاعتراف سيد الادلة زي ما انت عارف لكن الزابط الشاطر هو اللي يقدم المحضر بتاعه للنيابة مستوفي للشروط القانونية انت الشابانسون معي تعال من الشابانسون عشان تهدي اعصابك ونبعت نجيب الناس دي نستجوبها بداوة القانون حلي تشوفوا سعدك يا ليلة سودة يا بنت المجنونة عازت خليف ازاي بنتي واحنا في الوضع ده طب اعمليها بس كده وهناتفنك هنا في قلب الشقة خلاص يا راجل يا شاملول اتجوزت الله احنا متنايلين بنعمل ايه؟ ما نعمل لك ايه يا زيزو حموت واخلف ابلي مقطع برضو خلاص روح اتقدام لي اعمل فيك ايه بقى؟ اخنوقك عشان اخلص منك أصغيرة قاتلة موتي عشان اخلص من زلت هقول لك عاجل بزمتك ودينك لو روحتك جوزت واحدة هتلاقي احلى مني هلاقي هتلاقي واحدة تنغلشك وتغلص عليك زي ايه؟ لا روحت لقي واحدة اطلع تدلعك وتعلي مزاجك زي دي بقى انت عاملت صحة وزيادة وقع cuenta خطصك فاة كcount كХم أنا قايم مجلس على ما رايح فين عندي حاجات كتير يريد أعمالها لا، استنى أس plastics فموضوع مهم عايزة إيه يا ستي خد عدي yield�도振دي لنظر تلك إذا لم أرغب كتم بيطانيا أبصير أitte ايه ده؟ ايه ده؟ الفلوس دي مسروعة ولا ايه؟ يا بيت؟ سابع ولا دابع؟ مالس مني يا معالي مالس منك؟ مالس منك فأنا يا حطة يا لأ مطي انت يا لأ ولا انت بتعرفش تتكلم قال المقانديلي رفعك بالمسدس عشان تخبص علي هو قالك ايه بس يا معالي؟ مين ده اللي قال لي يا لأ؟ لا بتهيال ان الوقت زيزو اديك قرشين فمش عارف تنتا اطلع الطبانجة وافراجها فيك عشان ترتاح يا معالي مورزي على الله بس هو الله العظيم الله العظيم يا معالي ممكن يخطر في بالي ولا يخطر في بال اي من ادب في الدنيا الموضوع فيه يا لأ؟ طلع تجري مخدرات يا ريت يا معالي يا ريت؟ حاولك على كل حاجة يا معالي وحيات ابنك عاصر يا باشي ما تزعل مني في اللي حقوله يا معالي وحيات ربنا ما تقولي هاد واقعت قلبي زيزو يا معالي دي الوقتي مع الست سنة مش عقيد جزء يا معالي موسيقى موسيقى داخل انت بقى عليا بالقرشينات فاكرانا هاتخط ولا يكش تكون يفاكرة فلوسك دي فلوس يا بيتة ولا انا محتاجهم ماشي يا اخوي ماشي يا عم المستغنط طب ورحمة امي ما هم راجعين يا بيتة انا اصلا شاكلك في الفلوس دي وانت بصراحة ربانا مش عارفة تفاهمين الفلوس دي مسروقا من ابوكي ولا جايباهم منين بالزبط هقول لك يا زيزو عشان اخلاص منك الفلوس دي اللي سابها لبهلول قبل μαخش السجن آآآآ Parents طب حقول لك علي حاجا خدوه مني قرض وسدده على مدى الحياة يا زيزو نفسي يكون ليا حتة قد كده جواك يا بيت ده انت الحتة كلها لا والنبي صحيح او ربنا يا نهاري سود ده انت الحب والموب والاسد والدوم ايوة كده دول معايا بقى وسبني يا زيزو اتدحلب كده لغاية لما عسكر جواك خيرش انت بس اللي ساعات بتقوم معقر ومعاصلك معايا مين ده اللي يعقر ويعاصلك لأ انا في الحاجات دي بقى متيق طعم يا ملقيتش للشرف يا ابن الكلب يا ده رسود ابويا والنبي لأ ارمي المساكس ملطيش روسك في ده ده روزي انتوا بتتحكوا عليها ولا تتعملوا ايه قالت لك جوزة يا معلم جوزة ازاي وهي متجوزة يا ابن المجنونة ما تتجيب الورقة يا بنت ورقة ايه اللي هتجبها انتوا هتجلنوني اتطلقتي يا ابا والله العظيم اتطلقتي رفعت علي قدية واتطلقت للضرر وطلعني من السجن اخراسي خالص اسمع بقى يا معلم هتفتجهش ان انا خايف من التبنى اللي في بديتك بنتك مراتي انا ما عملتش حالا بلد لو خلصت علينا مش تستفيد حاجة لو دحتك هتبقى بجلاجن مراتين بالاصل وعندي منهم صور كتير اوي ممكن يغرقوا شارع عبدالعزيز كله بعدان يعني ايه 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 بلو اطلق بلع اطلق بلع سنالي اطلقش وليلومة لا اطلق ماك لعبا ط ..طال طالق بالتلاتة ابويا ابويا ما تتكلمي يا سناني وقا من طوله فينهم بسبب ايه مش لما يقوم بالسلامة الأول وبعدين نبقى نسألوه وقت سودك بس يا حميتي قلت له احنا في المستشفى منفعش نعمل له إذا هكذا ياما بقى نطلع كلنا بره رد علي رد علي ده احنا ملناش حد غيرك احنا ولا نسوه الدكترة قاله ايه قاله سكره علي فجأة و ادلوه لأدوهي اللازمة و ان شاء الله هيبقى كويس يا رب بلغتي جوزك ولا لسه معرش بلغته بس هو في مأموري و سبتولي خوفه عبا رد علي يا عبا عبا سبه بقى في اللي هو فيه مش عايزين مناحة إياك بس ما تكونش السبب انت و أمي ده وقت الكلام ده دلوقتي يا كريمة والنبيه ده بس تعالي معايا سنة أبو الراوية تعالي كده يا زيزو تسيبني كل ده الوحدي أبو يا جوه بيموت أوعت عملها فيه و تسيني مش وقتها سنة أنا دفعت مصاري في المستشفى و لو عوست ايه حاجة بعتيلي يلا خليك جنب أبوكي زيزو هتجبني قلتلك خليك جنب أبوكي يلا سنة أكبت قلتلك اللي بينك وبين سنة أخلى الحاج الشرشاب يقع من طوله يجي على المستشفى تعالي المدادة ميخصكيش ونجيت أعمل واجبه خلاص لسه بعرفك من عينيك يا زيزو بعرفك لما اتتوها وما تلاقيش حاجة مقنعة تقولها اهيتوها اللي بتتكلمي عن هدلك نصب كبير قوي فيها لما تروح بيتك بص في مرايتك هناك في شقة عاصم واسألي نفسك إزاي القلب اللي ده طعم الحب ممكن يتأجر مفروش لأول واحد ممكن يدفعه حتى لو كان من غير خلوه لوبنة الوقت ده كان بيعمل ايه هنا؟ جي دفعه مصير في المستشفى أبو يا فين دلوقتي؟ ايه ده بس كده بابا كويس هناك يا بابا الحمد لله على سلامتك يا بابا تعيش يا دنايا ويخلي كل بغض هو بقى الف خير وان شاء الله شوي كده وهيروح معنا ايه؟ ايه؟ أبو حمد لله على سلامتك شدة وتزولي حاجة حمد لله على سلامتك حاجة انا فيه؟ شرشاب انا فيه؟ اه انت في المستشفى بس انت كويس ما تقلقش السرفة السرفة ايه؟ الحمد لله يا ربي العالمي ايه؟ اه؟ اه؟ امدل على سلامتك يا حاجة قولي ايه؟ مش جعان مش عايز تاكله ولا ايه حاجة؟ خليه مروح و هاللجا انت عاد معنا عاوزك يلا يلا جماعة كله يروح نقع مع الحج يلا انا هقعد معيك يلا قلت كله يروح يلا يا لجمي يلا سلامتك الف سلامة يا عبا زي زوجي المستشفى ودفع الحساب اه شك يا حبيبتي ايه ايه يلا يلا روحوا بقى يلا بينات هعمل لك فرخة شمرت واجيلك اول الصبح ميطلع وحا اكل هالك بيدي الشاب انا مش جايلي قال بس سيبك هنا لوحدك وروح وبعد ايه قلتلكوا سيبوني بقى خلاص خلوا يسترايخ سيبوا يسترايخ يلا يا بنتي يلا ايه بطل عادي ستقول لي ايه طول ما انت بخير انا بخير قول لي الحد قول لي الحد لو حد دايك في الشارع انا محي من على وش الدنيا اه افني شارع عبدالعزيز زي ما فيه ناس قصرة وكويسين فيه فرام برضو ناس وحشاوي كده بقى يا حجي بقى فيه حد دايك انا لسه شايف يا راب عزيز هنا قول لي لو لي داخل باي حاجة متخبيش عليها حج لا 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 خالص دا حتى طلب مني طلب كده وانا لسه ما ردتش علي طلب ايه يا حج طلب ايه دغتك ازاي حج ازاي حج ازاي حج العزيز بلا دي في الجرق وتعمل كده يا حج اخوة 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 بقى بقى كويس دلوقت و وبقى مقرش يعني فلوس ايه حج فلوس ايه حج اللي اتغرق العهل واطيا دي يا حج انت غلطان انت غلطان لما طلعتش المسدس بتاعك وديته طلقتين في دماغه عشان تفاهمه ما يتجرقش على الناس النظيفة وبعدين يا حج ازاي يتجاوز ولا يطلب ايد بنتي متجاوزة مقر ممكن تتطلب الله طب لما انت موافق والموضوع جاء على هواك كده يا حج ايه اللي وقعك من طولك لا يا ابو انا اصابك كان جاي عشان يحط باترين التليفونات عندي بقى فانا بعد مدتهم له جابت قوي هو عيني في عينه وهو وط وشه في الارض كده حسيت بتوقها وزغلالة هي هي كانت جاتلي قبل كده مرتين بس ما كنت ازاي كانت زي المراتي ايه طب ما تقولي يا حج انت متدائي لي دلوقتي ما تخبيش عليا يا حج في حاجة اقولي ردين تعبين يا بني حسيت ان انا كبرته عايز حد يشيري انك هتر طمنون يا حج وقالونا ان انت بقيت زي الفل شدها شده بفزول ان شاء الله طول طول بده بصحة وعافلة وعافلة هبقى هبقى انا بصحة وعافلة ربنا خليك ليا حج لما جيرك ولا حاجة تكلمين رجي على ايا ربنا ياخدك عشان اخلص من حارك ممكن افهم ماشيك على حل شعرك بوصلك لايه هي امك اتطلقت بسببك وابوكي هو مرمي في المستشفى وكرماتنا كلنا بقت تحت جزمة الكهربائي مستنينه ياختي يرد علينا ويعطف علينا اللي ما حتى رجي يجي بالكذب يقول لابوك انه عايز يتجوزك عشان يبرد ناره حرم عليك حرم عليك منك لله يا بنت بطني منك لله يا سلامة خلص يا امك والنبي عايزة ان يحضب على نفسي شوية جيزة هو اللي عبره عشان ترتاح كنت عملتها من زبان كنت عملتها من ساعة مقفشك مع الكلب ده الكلب اللي ربنا ياخده ما تقفش اكتب ما تعيطش واشي قوليلي رج عليك ما تسكتيش عايز جوزني يا ابنة والله العظيم حيجوزني واكتب اللي ما حصيبه غلما يكتب علي يا 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 سلامة لسا يا بنتي عايشة بالامل لسا نستمياء يجي يتجوزك جوزك ليه ما خلاص ما انت عملت معاه العمايل بتاع بالنس المطلق الناس ولا ذي الحرام عايزي يجي يتجوزك ليه ما خلاص خلاص يا سلامة اقولك روحي يا بنتي روحيش حتي ولا اقولك اجنا معاكي اعيط له والطبله على خضودي عشان يمكن يوافق يكلمني ولا الاحسن من ده كله هتبوك الرجل الكبير الكبارة كبير الحصة كلها يبوس على ايده وعلى رجله عشان يقبل يسطر بانته عشان يقبل يسطر بانته انا عايز اقف الوقت لو كان عايزي يجوزك من زمان كان يتجوزك مجوزكيش ليه داي دلوقتي رج علي وفاهمك كنت بذبك بتنهبب الهبابنا معاه انت وازاي وفاهمك انت بيت ايه انت بيت محدش قادر عليك خلاص خلاص محدش قادر عليك لا لان انا حاضر عليك وحجيب رعاكتك تحت جذبتي واخلص عليك انت عيا بنتي انت عيا وفاهمين حملت كده ليه ليه يا سلامة معلس ياما والنبي معلس خلاص ياما عزون خاطر يا بنتي انا لو رحمك ابوكي مش هيرحمك ليه ابوكي اكيد حيقول لاخوكي السابط وحيجيك ربك رصصين ويخلص عليك وفي دا حتنا هتبقى بجلاجل في الحتة كلها شيخ اياد كفارة محترم اهلا اهلا ابو الالوار حبيبي رحشنا تعاني شربك شيخ شاشة يا عما في الشيخ دي بقى خلاص حلقناها هات شاي كمان اتكل على الله فضل هاشة الحمد لله رب العالم من فيلم علم زيزو اصد عبدالعزيز بملك المحمول في شارع عبدالعزيز بحالي لسا نتكلم معا في الساعة اوه يا اخبارة شوفه يعني تمام استعرف الناس كل الكل ما قالي هالواجز يزي دا فلا عنده حقيقي شاك يا عم حبيبي يعني قدت بصفي المحل بتاعي يا باشا بصفي المحل لي با ان شاء الله لا يعني ما فيش شر ولا حاجة كل اللي حسب بس يعني انا كنت ايسا بقولي اياد دي بقى كل كل كلامك مزبوط صور فضل 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 يا حبيبي شوفت الشيء ليه دا اه حالو زي الفور لازم لوحد ينزه نفسه قولي بقى عارف يا زيزو انت لازم تقوم الصبح كده بتختاف لك شب فخينة يزبط معاك يا عم اقولي بس انت صفيت محلك ليه بص انا انا اشتغل في المحمول زيك وربنا اه عايز بقى قد ايه عشان انا همونك من اول في المحل الاخره حبل اقولك بضاعة لا ماما شوفلي قلم يا اياد انا اخدت كمية فعلا وبدأت نعم يا اخويا جبت من برا منين بقى ان شاء الله هو في حد بيشتغل في المحمول غير يا عم انور جرى يا عم زيزو مش بتسافر برا تجيبه اغيرك عمل زيك كده برضو انا اخدت منه الشيخ اخي ايه من غير الشيخ اوه ماشي يا عم اتلي ايه ومظبوطة يا ناصر ومنك دبل ايه دبل ايه ايه رائع بقى احطوا في جنبي ولا ايه ولما انت انا ويت تشتغل في المحمول يا راجل انت مش تيجي تقولي ايه انا اصرنا معك قبل كده في ايه يا اخوة وبعدين يعني زي ما هتاخد من غيري هتاخد مني بالعكس انا على اقل اعمل حساب لقمة العيش والعشر اللي بيننا يا اخي تزعلت بقى اوه ايه ازعل ليه يا عم انا اتمنى لك كل خير يعني انت صاحبي برضو شكلك اتغيرت كده وقفلت انا قلت يعني ان انت جاب البضاعة دي للمحل بتاعك وعيب يعني ان انا اسمك فيها وحسسك ان انا بسسلك في لقمة العيش كلامك حلو يا ابو الانوار طب يا رأي اسم انا بشتري لنفسي وللغير استغفر الله العظيم يا رب وبعدين اي حد لو طلب مني مش هتأخر فصوصا لو كان اخوي او حبيبي انوار ابنوار قولي بقى سيدي مين دا بقى اللي سافر وجاب المحمول وروح تجيبت مني بكري اللي اشتغلنا معاقب لكده لا اللي عيد وفراشت ولا لسه بقى تعالى بص بصة وشور علي بنت بقيت خبرة يا باشا سلام 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 مالك يا صاحب انتخذت كده ليه شايف الناس محدش عايز يسيبنا في حال نائل ما دا طبيعي يا عام كله بيبص على كله بس احنا بقى لازم نصحصح شوية عن كده ايات وان الاوام بقى الفكرة اللي في دماغي تنزل الملعب فكرة ايات باتارين الباتارين تم لشارع عبدالعزيز كله يا عام احنا واضين باتارين واحدة عند الحاجة انديله بندفع لها باك ونص كل شهر ما هي جايبة قرشة حلوة الحمد لله مية مية جايبة ولا مش جايبة جايبة وجايبة كمان رجلنا على المحل بتاعه اكتر من الاول الف مرة كلي بالك يا عام احنا لو مهاجبناش عالشارع بالباتارين دي حد غيرنا حيلقط ماشي يا معلم بس احنا كده محتاجين سيولي التاجر عشان نفرش بضاعة السيولة موجودة وانا تمام مسافر قريب اول قولي هو المحل ماشي كويس يعني دلوقتي بتبقى الرجلة خفيفة بس بعد الظهر بقى بتخرج الموظفين والطلبة بتوعى الجامعة الدنيا بتبقى كويسة بس بقولك ايه ما تخشش بسدرك اوي احنا لسه بين جس السيولة لا 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 انا زعلان منك اوي احجي شرشان تخش المستشف وتقعد اسبوع مالجيل ما نعرف طب كنت اجعبت جانبك يا اخي بعدين والله العظيم ان انا كنت فاكر انك مسافر تجيب بضعم من بره لا الف سلامة يا اخوة الله يسلم الحمد لله ده احنا روحنا وارجعنا بالسلامة وهو ربنا يكرمنا بحق جهنان بقولك ايه الباترينة بتاعت الوات زيزو وعملت رجل للشارع خصوصا بعد التكسير الحمد لله الرجلي تمشي شوية في الشارع بس انا مش عارف انا نفس اتطمل عليك يا حج انت عامل ايه كويس الحمد لله شوية طعب وارهاق وبعدين الضغط علي يعني يعني ايه بقى انت بترسم علي ايه مش عنروح الخن نشد انفاس ولا ايه ولا خلاص انت زلمت النمر وجبت زيت يعني محضر المساعدين أههههههههههههههه والله يا حزك هأنديل خلاص بقى مفروض العلال الجداد بقى هما اللى يبقو فاهمين ايه اللىها هياحصل بقى ونسلمهم الرائد حنى احنا حملنا اسم الشارع عبد العزيز ومصر كلها بقت بتيجي بقي بركة فىهم هما بقى لا 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 ما تقولش كده احنا هنفضل كبار الشارع وبعدين ما تنساش لسه مادري هاوي قدامنا مشاوير مشاورنا يظهر خلصة حج عنديل انا شاف حاج الواد زيزي والفاترينا موجودة عنده ورا لا امان ما جابشه قاعدة هنا ليه زي ما احنا متفيه عارف الواد زيزي ده حاج هو ده بقى العالي الجداد اللي انت بتقول عليه هو اللي هو بقى يحط في ايده التراب يبقى ده او الله ازي ما بتكلمك كده يعني الواد ده مرزق بشكل غير عادي يا حاج كل وقت تقولوها اداني يا حاج طب يا حاج عن اذنك بقى ليه ما انت قاعد الله كرمك السلام عليكم اه السلام بقولك يا عطيه اعمل احنا اوعى رقبت يا حاج والله العظيم تلاتة اعمل ودي ودي ما كنتش ما كنتش اطوعات في اللي انت بتقوله ده حاج بس طب اعمل ايه التلاتة مني يا حاج يعني اتأجر حتة في المحل البتاني انا اول مرة اخوي اسمع الكلام ده الله انا مأجر هنا عند المعلم انديل فاترينا ايه ومقلكش ولا ايه والله يا اخوي انا عارف الموضوع بس لما كنتش اعرفه ان انت مأجر قديني قلتلك سر كمان اوه بقولك يا ازيزو انت مش عندلك محلك جاي يتأجر عند الناس ليه يا ازيزو بس انا ولمو اغزاء انا احب الخير يا عم على الجميع وبعدين شوف محل صاحبك من ساعة محطات الفاترينا وهو ما بيونش زبايا اسأله وهو يسمعك العجب ليه يا اخوي الساحر بقى ولا الحاوي لا السر كله في عفريت العلبة الجديد ايه الموبايل الموبايل المحمول بقولك يا ازيزو انا اخوي اللي هي في عفريت العلبة ولا في عفريت السر انا كفاية علي يا ابني شغلي بس انا اغطيه اجري يا عم علام وانا بقولك اتفع جنيه لانا هاخد منك فاترينا هنا ولا فاترينا لنحياد ولا لنحياد وهدفع عرضية اول كل شهر هتقفش فلوس وكان الله بالسر عليم يا السلام وتدفع ايجار عشان كده بس ازيزو يا سيدي انت وافق بس وردة ورزق ورزقك على الله بقولك يا ازيزو عشان لاجزب عليك ولا تتعدني معاك انا كل اللي هوافقك علي يا زيزو تحط باترينا برا على باب المحل هنا لكن جوه المحل مستحيل ماشي توكلنا على الله والي يا سيدي مقدم كمان ماشي والله يا زيزو انا بتعجبلك اولا يا عمي ما احنا سايبين العالي السريحة طول النهار رايحة جاي على الرصير عمر حد فينا طلب منهم ايجار يا سيدي انت رجل طيب وقلبك ابيض صابعك ما ازاي بعضيها الله بس انا لو اوزعني الييا شرط طلب يعني رجاء الوى طقاء unto運ني يا زيزو اقابك لو اااا كررت يعني فيesque اى يوم انك انت باس یا تأجر حتى كده من المحل حق انت فاها يعنى ما يطلعش برا بص يا زيزو كلمة شرف لو فكرت فى يوم الايام حد يحط caricانيهяться�� ماشيكون حتى م juego مش هيكون حد العد كده كله تمامي اعملنا الاداء وده الوصل الوصل بقى ده اختفز بيه عشان ده الي يثبت ان انت ليك هنا فروس عندنا تمامي باشا ايه تبصلي كده ليه بس ليه الشكلة كيف رح يعني كل بفضل ربنا وبفضلك يا زيزو اه قل لي بقى عايز ايه عايز حاجة تاني ولا ايه عشان انت كده معطر الناس وانا وقتي مش هيسمح بصراحة سوف يا سيدي انا عايزك تحول لي مبلغ كده من حسابي لحساب واحد حبيبي بس كده انت تقومي باشا قل لي اسم حبيبك ده ايه بالكامل وعايز تحول له كام بالزه مئة ألف جنيه مئة ألف جنيه كامل اكتب عندك اسم عبيبك ايه بقى عبيبك انا قدي لك اسمه اه وليد عبد الرحيم فضل مبتوقع ايه المئة ألف جنيه دول حقك في ورثة بوك اذا كان الورثة كله على بعضه ما يجيش نص المبلغ ده وبعدين يا يا عزيز وانا حقق منك اخدته مليون مرة تعليم ومصاريف ووظيفة فضل ايه تاني بقى فضل كتير وبعدين يا اخي موه نصيبك دخل معنا في شغل ودار وكبر وعدل مئة ألف جنيه وزيادة كمان ايه انت اتامان ايه امسا ايه 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 امسا فيه يا بيه. شو عايز حاجاي? انا عايز السلامة كنت عايز ايه اخلص. ماشي. شوف يا سيدي. انا عايزك تسيب مئة الف جنيه في الحساب بتاعي. ويتحول الباقي كله على البنك اللي بتعامل معابر. تمام حاضر. بس ما قلت ليش ليه يعني? اللي ما فيش. انا سايف راكيب بضع. السوق خلاص. عارف طريق المحمود. وانا عايز اعطي الحنفية بقى من مصدر. طب مات ماشتيها صفقة بلوص الفلوس. يعني بقلاش الفلوس كلها. بصلي دي مخاطرة. وريسك مش قليل بصراحة يزيزه. ربك هو سطار. اتوكل انا عالله بقى واشوفك بعد ما اتخلص. سلامي احلى باش محاسف في الدنيا دي كلها. قلت يا عم لطري. قلت ايه بس يا عايز مش فيه. كمانا عم مارا شرحك من الصبح عم لطفي. خدلي كده حتفاترينة هنا جنبك صغيرة حط فيها شوية محمود. على جنب كده بقضي فاترينة على باب المحل. وباب رزق جديد. بقى ترزق. اه. انا اقول لك ايه. التليفون الجديد ده اللي ناس بتسمو ايه? الموباين. ايه? الموباين. الموباين? الموباين. الموباين ده. ماهلو انتشر اهو في شارع عب العزيز يعني فيه فاترين كتير والناس مسكاة. ماهلو سمعت ماهلو تمنو غالي اهو الكابون الناس جابت فلوس دي كلها من البتاع ده. هو غالي. اه. بس الغالي تمنو فيه. المحول ده عم لطفي هيكسر الدنيا. يا سلامي. اه. اه. ايفرض مسلا ان انت يا موز يعني ماشي في الشارع وبعربيتك هاتلت. تعمل ايه? بالتليفون. يجي من المكانيكي. تنجز. مسلا ان انت عايز تتطمن على لوبنا. وهي مسلا في الشارع. ايه بقى على التليفون? عايز تكلموا عادي حبيبك. تنجز. ايه مصلحة تقضيها وقتي. وقتي? اه. قلت ايه بقى عشان ننجز. انا معي الفلوس وممكن ادفع لجار دلوقتي. اه. هسألك سؤال تاني. فضل. ليه لما الخناقة دايرت هنا في شارع عبدالعزيزي تقريبا كل المحلات الكسارت تقريبا يعني. مش معنى يعني هنا المكتبة بتاعتي دي. تفتيكل ليه? النار ما تحرقش مؤمن. يا رجل يا رجل يا عزيزو. تعز فيهمني يعني ان انا المؤمن الوحيد في شارع عبدالعزيزي يا رجل. لا لا مش الفكرة يا عملوط في. المؤمنين كتير. ما انت عندك هو الحسيني وعماد وعم علام. كلهم الناس بترعى ربنا في اكل عشاء. عشان كده ربنا بيسطر معاه. ها. هنأجر. انا الفلوسي جاهز. اه. هي اللي الصفر والحيطان الفاضية. بقى اللي هتمن فشارع عبدالعزيز. بص يا ابني. انا لو كنت عايز اجر ولا بيع. كنت بعت من زمان باتل دوت ولا دوت. لما انا زي ما تقول ما ليش تقل على الفلوس يعني. قول عليا ان انا انتيكة دقاءة قديمة. قول اللي انت عايز تقول. وبعد انا مش مش مقتنع قوي بحكاتل بنتاع الجديد ده لغتي. يعني ايه ممعاوز اي حد اكلمه في التليفون يعني ما شوفوش يعني. طب زمان انا ما حد عايز يعني يتطمن على الحد. يروح لحاد البيت. يخبط على بابه. ويتقول له فش ويشوف عينيه ويقعد يسمع صوته واشربه قهوة. وما انا اختصر ده كله. ان انت بتقول عليه ده. ما هنفعش يا ابن. ما هنفعش. انا هعيش هنا. موت هنا. زي ما انا كده. مزهلش مني. ماشي. ما قالني مش مقتنع يعني بس فقر. فقر عامل وطفي وانا موجود وتحت امرك. سلام عليكم. سلام ورحمة الله بركاته. الظاهر اللي قاعد هيشوف العجب في شارع عبدالعزيز ده. هو ده بقى اللي حشيل الليلة دي كلها. هنشوف يا زي دانبي. لا ده هو الدبور. ودماغه هتعجبك اوي. ولما اتكره بيه صح مش هتعرفه تشتغلي من غيره بعد كده. طب هو اسمه ايه اللي انت جايبه ده صاحبك اللي انت هتعرفني عنيه النهاردة. معاي يعني سيولة تحل المشكلة بتاعتي. زي زو. اه. لو اقتنع بالموضوع هيجيب لك سيولة ازاي ما انت عايزة. انت طبعا عارفة تقنعيه. بوس يا زي دانبي. انا ليا ناصرة. هشوفه كده وابوس عليه. لو عجبني. يا بسيب موضوع الاقنع دي علي. مسار خير. اهلان يا عبدالعزيز بيه. هشي هكا دي كلها. والله يا باشا خايف اقولك كنت ناعم بيه لحسن تزعل. اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه I like your way مين؟ عجبتني طريقتك الله يصلح حالك عبد العزيز بيه رجل عمال شاي جداً وبيفهم في كل حاجة والحاجات المالوش فيها بيلقطها كمان كده تلميزك يا باشا وأفضل طول عمر تلميز صغير في الأكاديمية بتاعتك هو إيه المصلحة بقى؟ مش بقى انت مالك فيه إيه داخل أكتب بمونت مفيش نوع نتعرف على بعد شوية نتكلم ندردش بص بقى الهانم عندها ليك مشروع طحفة خرق سياحية تحت الانجهاد اه وطبعاً فيه مشكلة في السيولة ما أنا فاهم بقى ما لو مفيش مشكلة هتشارك واحد زي ليه ده الهانم لو شاورد كده بصبعها البهوات البلد كلهم يتمنوا إلا إذا كانت دوري بقى مرشحني ومزكيني جامد شابوبا يعجبني ذكاك هو فعلا زدام بيه مرشحك موت وبيقول فيك بصراحة قصاية شاع بس أنا عندي تحفز واحد بس عشان تشتغل معي بصي بقى زيزو حاشيل عنك كل التحفز ده وموري أنا بصراحة موقفي حساسة ويميني في شغولي السرية التمى انت عارف الجرائد مبسيبش حد في حاله خاضص اليومين دور ده بخلاف علاقاتي بعض الناس المهمة عشان كده بيتحطم علي السرية التمى والسؤال دلوقتي هتقدر على ده؟ ساعتك ولك إني سمعت حاجة بس أنا كمان لمواغزة يعني ليه تحفز وغنة نقدي كده يعني يتيم ايه؟ نفتح الموضوع ده لما ارجع من السفر أنا هبقى يومين كده بأمر الله او ماي جاد على فكرة أنا بحب السفر موت وكل صحابي بيقولون ان انا مسلية جدا في السفر وفرصة نتعرف على بعض انت كمان بتعمل البزنس بتاعك وانا هامل شوبينج يا خسارة ماليش حظ سفر معاكي أصلا يعني لمواغزة مسافر السعيد وعازة بقى ونسوان بتصوت ونظام انت ملكش فيه بس يومين كده ولما ارجع بأمر الله بقى تحت الأمر ويدوري بيه بقى قدر يجبني بتليفون صغير قد كده كده زي النهاردة لما انا ماينفاعش اصلاها مسئولية طيب اتواكر انا على الله دينا كنام مع بعض بعدين بقى ها ماشا ماشا سلام تصبعه على خير مالسلام ايه فيه ايه حصل وقح معجبنيش بالمرة بصي بقى اهوان بلا احبه بلا اكرهه الرجل ده مع اسولة وحيحب بيشاركك قوي بس انت براح عليه اهو وقت حريص كده وبيفهم كويسه وكمان يعني انت بتدفع انا عشان حبت الحيوان ده وغلطت معاه حبيته حاجة وغلطت حاجة تانية اه الحب ده حق لأي واحدة في الدنيا متجوزة بقى متطلقة اه لو سنقل يا حق تحب بالوقت ده يبقى انت كمان لكي حق واي واحدة في الدنيا انت بتحبيني يا عاصر انا بقى اللي لازم اسألك السؤال ده لبنى بتحبيني؟ قدرت نسيك حياتك قبل ما نتجوز قدرت اعمل قلبك؟ انت شايف ايه؟ انت شايف ايه؟ السلام عليكم حق انا اه انا اه انبادر حاجة عايزة جيلك بتكلم معاك بس كنت مستانيك يعني تروح اوه ده انا سمع احنا قبل اي حاجة يعني عايزين ننصى الماضي عشان العبدالله جايلة ورسول الله نيتي خير قبل اي حاجة تليك امانة عندي والخزنة مليانة عشان لو عايز تضربني من دار اعملها لو كان القصاص يصلح للكسر وقالش حد غلق ابني وانا جاي اقولك ننصى الماضي ونرجع حبايب بقى زي زمان معالي ما انا طالب منك يعني نماغز يعني تحط البترينة بتاعت المحمول بتاعتي عندك ويا ريب بقى ما ترفضش المرة ده صد انا كنت فاهم انك جاي عشان تطلب ايدي البنت دي وتنقذ سمعتها اللي دمرتها هي يا ابوها اتاريك جاي تتشف فيها تاني حس تشوف ضحيتك قدامك وصلت لغايت فيها يا حاجه والله العظيم انا مكسوف منك يعني انا النهاردة لو طلبت ايد بنتك فحموتها كده اكيد هترفض ويعني انت مش تايه اخوها بيكراهني قد ايه وبتعامل معايا ازاي وبعدين يعني انا هيخص عليه ايه لو روحت عند المأزون كتبت ورقتين واخد بالك وبعد كده روحت انطلقها هنكسى بيه ايه مش اطلع بره بره تبقى لسه زعلان مني ومعجبكش الكلام ايه مش اطلع بره اطلع بره قبل ما خلص عليك ما انت لسه قايل ضرب النار ما بيحلهاش انت لسه عايز مننا ايه يا عم انت تبقى انت اللي كنت قطير ما اعطيها يا عم احنا مش عايسين نشوف وشكنا في المحل ربنا يهدك عم ايه ينفع مش عايزين نشوف وشكنا في الحق ما يقرب في الحق انتبر حق ربنا يهدك ربنا يهدك كلاما حق ربنا يهدك عزيزو ازاك عاصم ايه انت عمعي عاصم يلا ايه لجربك انا ايه أنا اسمي عبدالعزيز عارف انا لو شفتك هنا تاني هعمل فيك ايه اعملك عشان تحترمني اعملك عشان تعملني على اني بني ادم زي زيك وانت بني ادم ياه ده انت برص انت عارف انت لو خروف استغسر فيك الروساصة لدرطها لك قبل كده ودفع تدييتها يبايع دمك مش وانا مش هرد عليك وعشان تعرف ان انا بنقصول اعمل فضل اقرأ الورق دي وانا فقط تفهم انك لسه في ايد انت وقال السلامة فقدت هيا بني هيا اعمل 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 او عم تبتلقنيش ايبه دعني انت ملكش اضرب عليك او انت بيسا شفت بربك دي انا هضربك واتفينك ايه او راب عليك ارحب عليك ارحب ايبه دعني تبتلشطر عليك ليه باتروح تشطر علي ابراتك انا حبيته ما ازبتش زي ما هي حبيته ما قادرش تنسى لغاية دلوقتي ولولاي مغالتش جوزتك ولا هو كمشي ورايا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اقول لي المصحيت 조금 hätte اللا س inteiro كان لازم اتكلم معاك غوضي واوزا معلم يعني احنا بقية البضاعة نحطها في المغزن البضاعة كلها تجيلة على هنا ادي الورقة دي نتسوى طلعوا برا طلعوا برا للوقت بحاتش خش علي بين اللي اعمل فيك كده عملت فيك ايه مش رح تلتلي ودتلي ورقة سناء مش عايز اسمع كلام غابي ولا ايه ايه دول دي فلوسك ماينفعش ماينفعش يا سناء هو ايه ماينفعش ماينفعش ااخد منك فلوس ليه بازت خلاص ما بازتش زيزو انا بحبك بحبك بجد لدرجة اني ما بقيتش شايف حاجة غيرك وماقدرش ابعد عنك ايه ومش اعرف اعمل ايه طب ايه دي طيب ايه دي ايه دي ايه دي ايه دي ايه دي سناء بقى المزيزو انت غلطت فينا ثلاث مرات اول مرة صحتنا انا وبكروا منهم ودا مايحصلش ابدا تاني حاجة البوداع المفروض تتحطي في المخازن قلت انها هتوها المعرض ودا برضو مايحصلش ابدا تالت حاجة اقول لنا ليه الاتنين دول مايحصلوش ابدا ايه الشارع عبدالعزيز كله يفهم ان احنا خلاص نازلين بتقول لنا المحل دا يتمل بضاع النهاردة فاهمين محل ايه بحل اكل العيش اطلعوا برا اطلعوا برا اطلعوا برا دي مايحصلش ابدا اطلع 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 برا يا عم دامت اطلعوا يا وليد ماعليش صحيتك بادر لا انا كنت بجيب بضاعه اسمع عايزك النهاردة قبل ما تنزل تتصل بشركة الخطوط اه هندفع ونستلم عايز شارع عبدالعزيز كله النهاردة يتمل بضاعه واسأللي على الاسعار كده عند انور وغير انور اه اللي هشتغل في المحمول بقى غير نزنبه على جنبه هنعمل خصومات وتخفضات ونولع الدنيا اطلع ماشي سلام عاصم انت انت كنت بتعمل ايه هنا كنت فين يا بيت كنت فين كنت عندي زيزو انت ابت تبهميش معلش انت ابتحسيش يا بيت معلش كنت بتكلمي فيه كنت بتكلمي علش اللي يجي يتجوزني كنت بتكلمي فيه هنا سناني وروحت للمحل بتاهم والله هيتجوزني بتسعرش مني يا اخويا لا اسفل حقك علي انت ابويا انا عرفتني عملك حاضر حاضر لو عارفت انك نزلت من بيت عشان تتكلمي في حاجة حاضر هاي بقى اخر يوم في عمرك حاضر بقول يا بيت مش عايز بيش لا يا معلم ماينفعش احنا اتفقنا علي ايه ايه واحنا بنحط الباترينا عندك اتفقنا علي ايه انا ناسي فكرني ايه الله اتفقنا ما فيش شغل في المحمول لك قبل سنتين سنتين اه سنتين ده كتير باعدلك الف وخمسمائة جند كل شهر بس ده كتير اوه معلوم لا مش كتير ده اتفاق طب انا عز الشغل في المحمول استخفى الله العظيم يا رب طب بص يا رئيس انا اقول لك فكرة قول ما اعجبكش نتفاق ماشي بقول ايه معلمة هتفتي اه صلي عناب اقول ايه اصلاة والسلام اصلاة والسلام اه النهار ده هاديك بضاعة امم بتحطها فين فين تحطها فين اقول البضاعة بتحط فينلا في المعرض تحطها فين عليك نور بتحطها في المعرض بتاعك امم وليه يا خمسة وعشرين في المياه من المكسب ماشي؟ مش قدالك هتفتي يا عم الدين فرصة اقولك باية العرب طب نص البضاعة التاني افرشه في اي محل وحلال عليك كله ايه ايه رأيك؟ بس خمسة وعشرين في المياه كتير يا معلم يا سيد اصبر بس شهر وبعدين نشوف بس البيع بنفسه اسعاري ماشي ماشي هو فيه سمك بيتمسك في المياه ايه بعد سبيانك يا حميلو بس انا بقى معلم عايزك تحنن شوية يا ابن عمك قال ليه دخل البتنان بتاعتنا عشان عايزين ناكل عيش عشان ما اعمل أشمع او وحطها بلاقوة وانا كفاءة اعمل كده وما حدش يقدر يعرضني ولا يكلمني خلي بالك ايه 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 لا 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 حلو 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 لا قادر 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 وكسر عينه وذلو يا عم خفى يا عم مش مساءة قدرة يعني ده عشرة ماشي مبروك عزيرو ربنا باركلك فيها وكفيك شراها انا هكلمه وبقى ابعت البضاعة مع صناعين ومعها الفواتير ماشي طب انت راه فان يا معالي ماشي ما شبتش حاجة لا مش عايز اشرب منا بي لا توقع ما انا شبت ما انت شربتني الكفاية الله باركلك طب ما تنسليش في السيولة بقى عشان عايزة اللم نفسي برضو سيولة وتلم نفسك ماشي 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 يا نبيلاتك يا نبيلاتك اللي في الحدانة يا بنتي الموضوع ما يتخدش كده انت فاهمة قدي يزيزو ده عنيد يبقى رفض رفض ان يجي يصالحني ويصالح اهمي بس هو اللي جابه لنفسه هو ايه ده اللي جابه لنفسه حقتله تقتليه ايه يا مجنون انت ايوه حقتله انا قلت العصم كده وبيقول هالك حقتله وحقتل نفسي واخلص ممكن بس تهدي كده لان اللي انت بتقوليه ده مش هيحل المشكلة امال ايه اللي يحل المشكلة؟ الصبر اوه النبي صحيح وتفضلي بقى رايحة جاية على ايه بتصالحيني ممكن تفاهميني عملتك ده ليه؟ وحطتينا كلنا في الموقف الثبالة ده ليه؟ كان فين مخك؟ حمارة غبية انا اللي غلطت سبت يلعب بيه طول الشهور اللي فاتت دي بس عايز اسألك سؤال واحد انت شايفة هو ممكن يوافق يتجوزني لو خطتي في دماغك انه مفيش فايدة هيبقى مفيش فايدة لكن بقى لو صممتي تاخدي حقك هيحصل وانا وراي حاجة ده انا فاضية ياب نفهم بقى الله يرضى عليه مفتعبش قلبي حاضر حاضر يا عميزي قلتلك ميت مرة الزبون انواع زكاوتك بقى انك تفهمه ومطلته عليك من لبسه من شكله من كلامه لغته من الاسئلة اللي بيسألها لك يعني مثلاً لو دخلك زبون بيسأل كتير تعرف ان ده زبون متردد وده بقى سهل مش صعب علوتك بقى انك تركب على اوداني يقول كلمتين تدهمله عشرة ان ما طلعتش الكاشات اللي في جيبه تبهره تقسل مخه والزبون بقى اللي بيخش عليك بثقة وقلب جامج ده مش جريء عشرة مش مهم مش مهم تبقى له النهاردة ممكن تبقى له بكرة اشرح له واتطلع له مميزات العدة اللي عندك فهمت فهمت يا زيزو والله فهمت تسبنا بقى من حسة المبيعات اللي انت عملت الدهالنا من الصبح دي يا ده انا عايز اعمل منك بيع محترف درسة عملي يلا ده الزبون ده زبون ده عمره مشترى حاجة في حياته طب والله ده لو زبون وداخل علالة تروضوا برا المحل لأ عنده حق يا سيدي بنمسك بنمسك يلا انت زبون وداخل تشتري بس اسطح سامو عليكم السلام ورحمة الله وده بعد عنده تتصبر ووست الكابريت طب معايا كدا هزيزو طايم ده محل ايه بحل اكل ايه يبقى ركز شوف احنا بنبيع ايه وخش اشتري طب او ده متردد طب ايالا ها اعمل متردد سبع ديكو عايفة السلامة رحمة الله وده بعز عدة الفود بس مش خد عدة عدة طيب انت تحب تشتري انهي عدة في دول غلط غلط او ده سبون حمار جاهل ما تحطوش قدام جاهله خش في الموضوع على طول وشرح له انت اديله وبيع له اطلع يا ابني تفرج علي خط خش يا سبون صبع عليكم عليكم السلامة والله بكاتو قد بعز شح الدكة وامرني انت معاك عدة نوعها ايه لالا بعيش عدة طب ما شوف لك عدة حل وكده من عندنا شوف العدة دي اها دي بقى بص وزنها خفيف كي زي ما بيقولوا كده وسأراح ناين وليك انت اعمل لك خصم عشان اجيب رجلك يعني اوه ايه 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 يا باشا خليك معايا ثانية ايه 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 وزير التربية والتعليم ايه 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 امه الراجل طول النهار يعني عمال يطلع وابناء الطلبة ده طلعك بفضيحة باشا في الاخر احنا منا ايه 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 ده غير بقى مصاريف الحملة زي ما انت عارف والتسلكات اللي في الحزب يعني مش معقولة حعرف اخش الانتخابات وانا مشارك في قرية سياحية كمان الله يعني ساعاتك محتاج تكمل لون اللي حطوتهم في السياح معروان عشان الانتخابات تمام كده والقارية هاتسلك انا برضو كنت متأكد انك مش هبيعتي الميزك ابيعك ليه يا زيزو وبعدين مشروع القارية السياحية ده مشروع مضمون وانت شايف اوه السياحة بتدبتش ده حلقة طب لما مشروع مضمون وست رواندي جامده قوي كده عدق ده ليه ما تسلق كياه نفسها لا الكلام ده بقى في التفاصيل هي تقولولك بس خلي بقى لك ديافشة منك من اخر مرة اه بص انت اخذ ودي معها في كلام عشان بس نفهم الموضوع في الاول اتصل لحد المعد اتصل ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 والأرض كانت تحفة زي ما اتشفت والله كان فيه ألف وواحد بيتخانق عليها بس فيه ناس مهمة وعادتني انها تخلص مشكلة الأرض وفعلا خلصوها بس أول بقى ما بتدينا نبني ونقسس خرابي لمشاكل قد كده تفتحت علينا الجرائد كتبت عن سرية أراضي الدولة طبعا ده لحساب بعض الناس من نفسنا اللي أصلاً كان عينها على الأرض فالمحافظة شين والنائب العام تتح القضية والدنيا ولعت ودخلنا في شكل ملهج آخر يعني انت عايزة تفاهميني ان شوية الخرصانة اللي شفتوهم دول اتصرف عليهم ملايين؟ لا طبعا نص النبلر كانت تصريح وعملات وتسهيلات وصمصارة وقال في ايد اتمدت عشان نبدأ والنص التاني ده اللي أخدته من واحد دلوقتي ما قداش نطلب بينه ولا ملايين ولا حتى نقدر نقول اسمه وفيش ضده أي ورق ده غير طبعا القرض اللي طلبته من البنك واللي قصدت فيه تقريبا بيلته عشان البنك يوافق عليه محافظة شين نائب العام بيحقق واحد ما عرفش اقول اسمه ده قارية منيلا بنيلا والبعد عنها غنيمة ده انت كده وردت الدوري بيه رسمي استنى بس يا زيزو يا غلص الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اه لا حاول الله يا رب يا بنتي كفايا كده عالصبح ما اتتوعيش نفسك مش كويس عليك يا بنتي اه مجدراش مجدراش الحكاية دي هتخلص ميتها جرفانا من كل حاجة جرفانا من روحي من كل حاجة جرفتكم معاي كمان كلها اسبوعين بكتير وتبقى عالي لعالي وليلي جيزو هيرجع من السفر انت مفروض النهاردة حسب مجال بغاية بحجته معا انا عايزة اطلب منه حاجة بس خايفة زعله وانا ما صدقت عايزة تطلبي منه ايه عايزة روح اقعد عن دمي في البلد يومين لحد ما بجازين ورايحكم ارايحكم مني ومن عماية دي اذا كان علينا محدش قرفان منك بس لغومك وحشاك ونفسك تشوفيها وتعودي معها كم يوم وتفرحيها بحكاية الحبل دي انا حكلم لا انا ما عايزاش اعمل عماية العيال دي انا كله خوفي على وليد وعبد العزيز بعملهم الوكلة بيدي ممكن يكونوا جرفانين مش عايزين يقولوا سبحان الله يا رب صدايه بنتي اشكاني اول ما دخلت علي بالجلبية الصودة والامطة الصيدة دي بوجيزو قال لي دي مراتي انا قلت خلاص مستقبل الواند راح وجايب لي بجرة والله يا بجرة انا حفاك كلها برضا والله ليك لحق عندك حق بني وبانك الوقت يروح يدفن ابوه يرجع صاحب بجرة بجرة صاحية ويقول لك مرت وضيفي بس الحمد لله تلعت مقصلة يا اشجان وكلك نباهة واحساس ومفهومية الحمد لله بس ميلت ميلت باخت ولدك البكر يا مرد خالي انا الله يصمحوا جدي فضل منه لله ولدك لازم يدور على بيت الحلال اللي يعيش حياته معه اه بقيل لك عارفة انه بيحبه واحده ونفسه يتجوزها الشاكله قالك على سره ومش جاءلigan الموه أنا ما أقولش حاجة عبدالعزيز جال على الحط تاني واصل حط على أمه يا بيت شوف يا مدخالي عبدالعزيز ما يحبش إن حط يعرف عنه حاجة أه ها يا سلاة ابني وعرفان واخو وليد أصغر منه بسنين لو جاكر لك حاجة هتوقف يتعبيه وتلوميه وتعملي فيها أمو العريف ربنا يجازيك على كلام لك زي الدبش دايق أشجال مضحك معاك يا مدخال يبقى فاضل مين؟ عبدالعزيز ممكن يفوت فت معاه ويتطمن له في مراته حبيبته أشجال نعم بلا مراته بلا حبيبته حبيبته جسه ما جاتش يا مرات خالي بس جاي جاي وهتفرح قلبه وهتقولي أشجال جالت انت ايه يا بيت انت؟ انت عبيطة يا بيت واحدة تانية غيركة تمسكت فيه بإيدها وإسنانها وقالت جوزي ومحدش شاركني فيه خصوصاً يا بيت بعد ما بقيت حامل وحجي بيله أول بغت تجي يا بيت ما بتحبوهوش؟ حبوش؟ محبو دي كلمة جلية لجوي مفيش كلمة توصف قبل عزيزي اللي في قلبه أشجام يقول لك حكوا تصدقيني؟ لو كان جالي البلد وشفته بعنايا والله يكون تهروب معاه حتى لو كانوا دبحوني بس يعني الجام اتأخر شوي بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتيجي بيت الحلال اللي هتفرح جلبي هارف يا بيت يا عشجامي انا ساعد بحيث من انتم ومشاكنا ممكن ترحنيتك عليك تحت احنا هينكدك اه مش قادر أصدقك بجد كل دقك ايه يا عايز مشارعة بالعزيز انا عايزك تاكلي عشان تكبري وبعدين يعني يا اختي الى اكل لما يفيد احسن ما يكفناش ولا ايه؟ يلا فصفاري نفسك بقى بالفصفور الحلو ده طبعا ما اكله فصفور بس انت يا هادي مش محتاج فصفور منور على طول كلهم بيقولوا عليك كده برده لا سلام بان عليك شايموت اه اعملي حسابك بقى اعود من خلص اكت لم حكت عشان يتوكل على الله واتس رنجو الزيو انت مش قلت ان احنا نوض هنا اسبوع غيرت رأي كلامك عن القارية بتاعتك قفلني زهقني من السياحة من بابه زيزو احنا مش بنهزر غرا مش بهزر والله بس ما تقليش الموضوع حطه في دماغي والله حطه في دماغك مش كده؟ صنع جايبك وعد استشيرك عشان تقولي الموضوع في دماغي لقى ما انا فهم انت جايبان هناليه لقى ما انا عشان تحوري عليها شوية واتدلعيني شويتان اقومه انا بقى ريل عليك ويكوعة على طول مش كده؟ ماشي يا زيزو انا داخل اغاير عشان نمشي طب ما تغيري هاينا والله خفى يا وربنا بغزك وربنا بغزك اذا كان جوزك اللي هو كان وزير سابق ما عرفش يعمل حاجة أنا هعمل حاجة هو ما عملش حاجة عشان أنا أصلا ما طلبتش منه يعمل حاجة ولو طلبت منه الراجل اللي ما يتسماش ده اللي ما بتقوليش اسمه مش هيرجع الفلوس وإنها بالعام ما بيهزرش نو بقى إيه بقى؟ بس أنا أصلا ما طلبتش منه فلوس زيزة أنا عايزة قرية دي تاكمل وتشتغل عشان هيبني عليها أمال كتير عوام طب أنا أسألك سؤال وتجاوبيني عليه بما يرضي الله اسأل ما فيش حد من الحرمية اللي حواليك عرض يشتري يعني إيه؟ يكيش يعني يكيش والوضع كما هو عليه بتاع القارية لا فيه واحد بس كان عايزة يدفع تفع أيوة عايزة يدفع كان بقى نوص اللي صرفته تقريبا يعني أنا ممكن أخذ كلامك ده ثقة؟ أكيد بتسأل ليه؟ شوفوا يا بنت الناس القارية دي مش هتكمل دلوقتي نهائي يبقى إحنا نعمل إيه؟ نلعبها خرصة مع وعد مني إن أنا أشتري طبعا نهدى شوية لحد ما ملف القضاية تحفظ في درج النقب العامي والرأي العام كمان ينسى المحافظة اللي تشال والدربكة دي كلها إيه يا السلاف؟ أستنى كل ده يا زيزة ما أنت أكيد بتهزر؟ أنا عندي قروة تسجني يا ابني لو كان عندك حل تاني عمليه؟ بس يا ده أنا أعليك بس يا ده أنا أعليك بس يا ده أنا أعليك السلام عليكم الحمد لله السلام يا زيزة الله سلام عليكم وبعدين التلفون المحمول بتاعك ده ما بيردش ليه؟ يا أمم أنا كنت بحتة ما فيهاش شبكة بقى مالهة أشجال مالك شدي فضله مالك لا إله إلا الله لا يا الحمد الراجل طيب بس جديد طيب أنتوا عرفتوا إزاي؟ عمتك اتصرت بخوك وبالك تباية في حياتك يا أمم طيب أنت بطاعة أنت كمال إيه؟ مش داله طارد أبوها زمانه وحبس أنفسك هنا؟ يا زي الدفرة ما يطلعش من اللحنة وبعدين الواحد من غير ناسه وأهله يبقى قادين إيه عنك حالة؟ هنعمل إيه دلوقتي؟ هنعمل إيه يعني لما نروح نعزي؟ ألا ده واجب وبعدين الناس دي برضا تفضلهم علينا ووقفين جنبنا وجدعاني ربنا يخليك ليه يا رب إيه تصلي على النبي كده عشان اللي ببطنك حد بس أنت في موضوع العياد ده بتتوصي ما بتصدقي بس 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 بايكي مبسوطة عشان بايها هتشوف أمي بس يا حبيبتي بس 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 أيوة يا عمتي أنا عبدالعزيز أنا عبدالعزيز يا عمتي أيوة عمتي بقى في حياتك طولت الأمر لك يا عمتي بقى صلي على النبي انتوا دفنتوا لا إله إلا الله ده أنا كنت مسافر والله ولسه جاي الحالي لا جايين طبعا الله جايين على طول جايين بقولك أجيب أمي معايا ولا في مشاكل ربنا نخليك الله يبارك ماشي عمي منهم عادينا همي يا عياطي عادينا مهريين من الصبح عاملين كده محزانة إينا على الدور بأمر الله ماشي صلى على النبي بقى لا إله إلا الله ماشي عمي ماشي هسا تكتري إن شاء الله يلا نمو بهذهبقى عشان قتل نخلص نمو عن يوصل لا إله إلا الله طب لما الراجل رأى التعبان كده يا عمي ماشتكلموني برضو لانا كان نفس أحب على إيضا بما يموت الله مطاول يا عم عزيز يوم بليلة أراح الله يرحمك يا بفضل أهو راجد في حضن ولده عبد الرحيم اللي قطعه سنين وكان محرم دفنته هناك ربنا يرحم الجميع أنا منساش جدي فضل لما حاكم تجيبه المأزون قبل ما يدفن أبوها جدا كان جالبه جاسي لكن حجاني اللي عيش بشغل شغلانته دي وما يكونش جالبه حجر عيتك الوطل يا وندخول شغلانته يا عمي العيش هاني كلها عايز ابو جالبه واعر لك اللي يعرف يعيش المهم جدا قبل ما يموت بساعة جسم الورس وإحنا ردينا باللي جاله والجرشنات جاهزة تاخدها معاك وإذا حبيت تبيع حجك في الطيل والنخيل بنشتروا منك الجرشنات يا عمي وطن ايه وإحنا في بنا وبنبعض الكلام ده برضو لساك ما عايز تاخد جرشنات تدخيلها في تجارتك يا عمي ما انترك ربنا كتير بس الجرشنات اللي هنه يامة وإحنا ما نعرفوش نعملوا بقى حاجة وخصوصا بعد ما جدك مراح وإنت عنديك تجارة تحب السيولة سيبوه بلاحظه ونجولوا حاجه وإذا قد كنتيبة حبيت تدي أشجان حاجها في حياتها يبا ياخدوا معاها فهم الولد بالراحة عشان يرتاح دل الوقت نشر بالشاي ونقول كل حاجة على بلاطة أنا برضو أنا برضو حب كل حاجة تبقى على بلاطة عيوة بس خلي بالك دي مش زي أي حاجة الحمد لله يا رب قملي وقلك عاد والله يا شبعت يا حاجة دايما عامل بحس كده وبحس إخواتك الرجالة ربنا يكرم أصلك يا مرت الغالي تاني خليك بالراحة يا أشجان عشان نلل بطنك يا بنتي خفيف يا مرتك واه هي بنتي حبلة؟ ادعي لها ادعي لها يا حاجة ادعي لها ربنا يكرم لها على خير إن شاء الله ويحقق حلمي يا رب ويحقق حلمي نفسي نفسي كده ربنا يكرمي بعبد الرحيم الصغير إيوة بس كيف يعني؟ بتستغربيش والله شايفاه في المناه وأنا وقفة قدام الكعبة وهو على حاجة كده بيضحك تقوليش بدر منور عملتولها عملية إياك لا عملية ولا حاجة العمل عمل ربنا وربك لما يريد يا حاجة ونعمة بالله يبقى جوزك لو ولاني هو اللي ما كانش ولولاني ولا حديث ملوش عازة يا أما كنا حب لو خلاص زي مراب نقرات الحمد لله ونعمة بالله يا بنتي بس انت كبيرة على الحبل والولادة يوه مفيش حاجة كبيرة على ربنا يا حاجة ما بقولك ربك لما يريد يسمع من بوجك ربنا بوليلي بتي مليحة معاكي بتسمع الكلام ولا لا؟ يا سلام أشجان طيبة وبنت حلال وشايلانة فوق رصح ربنا يكرمنا بيها اسأليها هي لتكون حد مؤثر معاه ولا حاجة مبسوطة مع مرت خالك ملك يومة لما جدي فضل تجوازني عبدالعزيز بالجوة كان نورماني في الجنة ما جيتش من ساعتها غير المهاردة أصيلة يا أشجان وبنته أصول ربنا يجملك بعقلي كبيرة ومع تسبيش الجنة وتاجي توقع دي مع عمك سبوة ولا تنين سألي جوزي زي ما يقول يكون لا اللي تقول عليه الحاجة راتيبة يمشي عالكل وانتي حيبلي في شهرك الكام تالت قول يا رب يا رب يا رب يا بتي يعرب يا أنا عرق دي حاطيني الفلوز دي كلها ببطنة كالبة ومش خايفين ها 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 ومين الي استجري يجرب من الداري يا عزيز الولدة منعرفش منك رابع يا مهدامي ده صرفتوني ورفعت الوصف الشارع لو حد ضايفك تاني... هيا عشكال... مجلت لكش حاجة لأ قالت... قالت كل خير بس يعني هي ما اجبتش سريد فلوس ولا شغلة دولة ملايين والكلبتين اللي بدانك دول كمان وانتو... انوين تدونني اريك انا ببقى بالصلاة عن النبي والله مندينا اعطيك التلات كنا بعد ولا شايل احنا بقى منظروش في الحديد دي هو لموظ يعني جدي كان بيشتغل في ايه بقى جدك فضل كان ليه في كل حاجة ولما قلنا لك خد الجرشنات ما كناش عن جاملوك ولا نستجدعوا معاك والنهاردة انت اللي هتقف جنب ناسك ولا لابت سدادة هوك الوحيد اللي تعلم فينا عشانك ده كان نافر من شغلنا وهو ده اللي كان مزعل جدك فضل منه كان عاوز يقدم كفنه بيده لناس بيزحمونا في تجارتنا اللي هي ايه بقى اي حاجة تاجي على بالك تجيب فلوس جمت جلبك يا ولدخور لسه ما جاش وقت الخوف وانا قلبي جامد وزير حديد انت مش عتقول انك مشغل اخوك خلاص اتشطر ودخلهم بس تسألوا لول قبل ما تعمل اي حاجة بصراحة ربنا يا عم المبلغ كبير ويحتاج يعني ياخد وقت قبل ما ينزل السوق واحنا وياه مش بتقول ان حداك اوراج السراد وتصدير عندي بس حرس يا ولدخوري في ناس حوالينا ودوا فلوسهم بنوق الحكومة ما تلعوس منها لحد دلوق مفهوم مفهوم وانا بقى بالصلاة عالنابي كده نصيبي الواحد ويطلع كامل حوالي نص مليون اخضر ده غير الطين والنخل والمواشي هتبيع ولا تسيبهم ونجيب ليك ريحهم لها يا عم خليهم كده براحهم تجيبوا واحد برضو عاجل عاجل يا ولدخوري وشال ناسك اللي بتعملوا معايا يا عم واللي عملته أشجان يخلينا اشتري الطراب اللي بتمشوا عليه احنا مبنبقوش لحمنا يا ولدخوري جوم جومنام وربنا يسويها مع طلوع المهار اه ربنا هيسويها وتفرج وتبقى عالي لعال بأمر الله انشاء الله اشتركوا في القناة 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 ببا الموضوع ده جامد روان تروان بقى تمحققية متلحققاهاش لا يا باشا خير مالها روح زرها يا زيزي احكلمها ولا زرها بسيعرف مالها يا باشا لأ ما هي مش هتعرف ترد عليك بس انا هتلعلك تصريح عشان تروح تزورها تصريح دعال يا رو بدا مكروبا ساعة ايه اللي حصل؟ انا عندي مديونات كتير وانت تنضيش دعات تقولي استاني شوية استاني شوية وانت مش عير تلم علي اصحاب المديونيات والبنوك تخدوا علي حكم مش بقولك شوية تحرمية كم طيب طلعت من هنا؟ ايه ده انت نوي تبقشش علي ولا تعمل نمر الجدعانة ما شاء الله لغتك تحسين تقوم القاعدة في السجن ابقشش عليك يوديك على قفاك كمان مهم تخرجي انا مش عايز اشوف منظارك كده انت حبيتني ولا ايه؟ وانا احمر عشان حد واحدة رد سجن زايد رد سجن ايه؟ على فكرة زنزانة بتاعتي بعد مخرجة تبقى مظهر سياحي وتفضل بقى امشي من هنا كفاية فرج عليها لغاية كده يا بيت تقولي كام الله بس خليك احنينة قولي لحد الادنى مش انت تروح تتدباسي وانا عد ما انا يزيزو مش عايزة وردك معاي كفاية وردتك معاي فقارة مش انت لسه شركتي؟ خلاص هتفعلك الفلوس ونفض الشراكة هو انت عارف اصلا تتصرف في نصيبك اللي انت اشتريته عشان تحط عليه نصيب انا كمان يعني امشي انت حر سلام استنى اتنين مليون ونص كم؟ اتنين مليون ونص وانا دفعت وبامر اللي لما تخرجي ورجليك تشيلك انا تحت امرك يا سلام ده قلم النصيب بكتير طبعا يا ستي مالقارية كلها تحت امرك ابقي شرفين انت والحاج اعملوا عندنا ديوز اي نعم انت انتهازي وتستغل معاقف بس محبك يميزو مش يا صحبي احسن اه مالحق ابعتيلي واحد بتتسقي فيه معتا وكين منك يمضي مكانك ويقفش الفلوس بس يجي وردها هنا سلام يا سوادع ما تقولي بس ايه لي بدايقك الوقت جالك يمكن ست مرات وانت برضه رافق والشارع كله ركب فترين محمود ايه اللي انا يا اندي ايه اللي انا وللوقت ده بالذات برضه لأ طب ايه اللي مزعلك مخاب علي ايه قولي اللي كان راجل بصحيح كان عارف ان فيه كبير لازم يعتذر منه ويتحقله لكن للأسف هيفضل عيل وهيصغرن معاه يا معالي مفهم بقى اللي عالدي زمان احنا خالص ولا انت انسيت زمان كان اللي ابي بنابه وكده نسحله ونسحل ابوه وكل عيلته والغراه كلهم لكن العالدي لقى اللي عالدي حاسة ان هي عملت نفسها وملهاش كبير زرع شتواني ارغم انهم خارجين من داحت ترسنة لكن انسى مش كده قولك يا حج احنا منقوحش بقى بنمشي مع البوجة بص المعرض عامل ازاي؟ بزي الماتك ده منظر صدقني صدقني لازم نجيب فترينة محمول نحطها مش هيحصل يا انديل طب لو اخذ حاجة يعني وانا عارف ان انت ما بترفضليش طلب يعني حاجة لي يا بقى انا انا عايز اجيب فترينة محمول احطها عندك في المعرض انت بتدحك علي يا انديل مش هتاخد البضاعة اللي انت واخدها منه تحطها عندي روح قولي الواطي لبلاش يعني هيتكون من غير روح اقول له روح لعامك الشرشابي واعتذر له وطلب منه السماء ماشي عايز بشغلني مرسال بينك وبينه ماشي عشان انت حبيبي بس عطيها بعد عليها في المعرض لا يا حج عطيها مش هيعد عليك في المعرض يا انديل واربوك سبني متصرب زي ما احنا عايزين ماشي حج ماشي ماشي مع السلامة من غير مواغزة كده يا حج انا عايزة اعرف بس حضرتك مش موافق ليه ان احنا نشتغل في المحمود ده الشارع كله يا حج سبيل اجهزة كهربائية ونقل على المحمود دهوجة وهبت على الشارع حلو يا عطيها روح لي انديل ولا بزيزو الشغل معاهم هنا لا لا يا حج انا مقصودش الكرام ده انا بس بتكلم في المصلحة يعني صلاحك روح انت عطيها ماشي يا حج زيكو عادي يا سلامة عايزة كامس انا مش عايزة فلوس يا ابا عايزة رضاك لو كان يهمك رضايا ما كنتش عملت اللي عملت سيبك مني انا امي فوق عيانا ما بتخفش عيانا من يوم ما طلق ضعب ده بطلع بص علي دي مستنياك من يوم ما شهور العدة خلصت عشان خطر يا ابا مش لما نكتب عليه كنت الاول هااااااا لو كان ينفع حرب بنا يريحني منكم ولا يريحكوا مني عشان هخلص شفت أخوك الفالحة بقيت ليه؟ صور صوروا مع الهانم ماذا ما بقعت لنا فلوس بسادة الدين اللي علينا تلاقيها يا هلا هي اللي بقعتها عشان تقول لنا يعني إن إحنا كنا غلطانين لما رفضنا الجوازي يا بنت كلمة في التلفون أو بقعت له حتى الهواب ولو بقعت لنا الفلوس حتى لو بلقصت حاضر يا بابا أنا حكلم بس أنا بقى يعني جاي لك النهاردة عشان أقول لك خبر هيفرحك قوي أنا فيه خبر واحد بس اللي عايز اسمعه هو ده اللي يطمين عليك نفس اسمعه ما هو ده الخبر اللي أنا جاي أقوله لك إيه ده؟ حصل؟ حصل يا بابا وأنا لسه جاي من عند الدكتور وقالي ده عد الشر شابحة الجنن بقولك إيه هو جوزك كان معاكي؟ لا ما كانتش معايا أنا هطلع لبيت دلوقتي أستنيها عشان أقوله ربنا سانيك يا بنتي ادعيلي بقى يا بابا فاضلي 19 شهر ما تبطلش فيهم الدع يا حاضر ده الساني والله طول عمر بدعيلك يا لبنا والله العظيم بدعيلك إن شاء الله هتجيبي الحمدلوت في الصباية لا لا هتجيبي الشرشابي الحسابي يزعل مننا ربنا هيكرمك إن شاء الله يا بنتي إن شاء الله يا بنتي مع السلامة مع السلامة يا حبيبتي مع السلامة الحمد لله رب العلمين الحمد لله رب العلمين جلت التليفونات بخطوطها يلا يا سيد الفضر نضيلي على وصل الأمانة وبصمت عمضي على إيه اكتا الوقتة دي بقى لا يا عم إحنا مش لازم يعني ناخد وصل الأمانة منك بالدروس اللي إحنا سلمناها لك ولا إياه باركة بابا النصحة والحلاوة دي بسم الله ما شاء الله اه تغيرنا كده وتنطعنا بهنا فلّة انت مش بتستلم وصل الأمانة بتاعك بتاع الجضاعة اللي انت سلمت تأمانها اه صحيح اه بس موضوع وصل الأمانة والشيك والبصمة دي حاجة كده مش حاجة مش حلوة يعني يعني حاسن أنا وقف اسم يعني بتطيش عميات وبعدين الحركة دي مش هيك مش هيك بسم الله ما شاء الله ما احنا اختلافنا خلاص قنيس هواي وفرداني جراشا ودلع دلع خلاص عملنا بلوز بعد العزير والتنشيف والتبليل ما هو لازم يا باشا لازم دي لازم تتوجد السكر ما بين الزبور والبياع وبعدين انت بخدتش كده يا عميات ايه اللي حصلنا قلتوا اللي غيرتونا بابا دي اللي بتاع بقى الراجل اللي عمينا مستعد نقول منها ايه 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 امر ابركة جبت الخطوط جبت الخطوط وقردت تامن القديم بس أنا عايز بقتلو منك طلب ايه عايزيني قاية كل حاجة في الدفاتر اول باول عشان نسلم حساباتنا المظبوطة على المحاسب القانوني ونخلص خالص من حوالي الدرايب ده اه خد 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 انا تعالي ونتقل ما عادك انا اروح اوه في المحل الجديد يلا يلا تتكي على الله خد يا تعالي تاكل على الله انت لسه هتبقى تاكل على الله انت بتقلاشني ليه باش سوقت بتتكلم معايا يا عم ايشوقت وعندنا شغل مواننا غير شغل وخلص بس خلص يا عم واليد ماتعملني حلوى يا عم ده احنا وكلين عيشوا بقى بقى يا حاضر المحل الجديد اللي هناك ده شايفو اه احنا فتحنا محل جديد تخيل؟ بحق قصيبة يلا يلا تاكل على الله تاكل ماشي باقولك ايه عايزين نعمل رفريش للإيميل مشوف الناس دي بعتت الإيميل ولا لان كده تخرجتها تليان شفت بقى شفت بقى ان انا كان معايا حق لما قولتلكوا ان الناس القديمة سلكين عن الناس دول ومحتلمين في موعادهم ايوة بس كده سعرهم احسن بقولك ايه احنا عايزين نسخة ويندوز شرعية لان بتاع المصنفات جملة كان عاملين مشكلة لولا كلمت مكتب زيدان الدولي كانوا دلوقتي اخدوا الكمبيوتر بالشغل اللي عاملين ما تقلعش هشوف انا عمى موضوع ده قولي بس احنا عندنا هنا بضاعات كافة كم يوم ثلاث ايام اصلا اخوك يا سيدي بقى بياخد نص البضاعي بيعها نص جملة للست اسمها روان دي انا اتكلمته على فكرة وقالي ان هو جاي للادي بس انت برضه موالتليش يعني ايه رأيك في شغل يا زيزو اللي داخل فيه بتاع السياحة والجو اللي هو عايش فيه انا بيني وبينك كده مش مستريح حاسس انها مش نظيفة لا بس كان شكلها نظيف والله ايام انا مش بتكلم على روان انا بتكلم على المصلحة المصلحة دي شكلها شمال والله انا اتكلمت مع اخوك وقيت له وجهة نظري مرديش اسمعني اخوك اتغير بشكل واضح وبعدين بقى بيعتبر سببت المحمول دي على الهامش بني وبينك يا اياد انا خاف على زيزو اول الناس اللي هو شغال معاهم دول اللي يخش جواهم بيشروع على كفوف الراحة بس طول ما هو قادر يشيل لكن اول ما بيقع محدش هيسمي عليه خلاص ما هو مجلس الشعب بقى بيعتبر دلاتي سمام امان عشان يمرروا القوانين اللي هم عايزينها خليهم يغرقوا البلد بني وبينك يا اياد انا ما بيتش حب افكر فالاوضع دي لاني لما بفكر بتخنق قوي وبخاف على البلد قوي لا بقولك ايه خاف على شغلنا القوي روح على البترين لم القرشين اللي باعوا بيهم عايزين نخلص اللي ورانا ده انت كده بقى ناوي تشغلني عندك سكرتيرا طب اي رايك بقى نسياتك من النهاردة المدير المالي والإدارة والتنفيذي للقرية المتوضع دي يا سلام شوفيلك بقى ايه سويتة يعجبك بقى مقر إقامة دايما زيزو ما تعصبنيش انا مليش اصلا في المنفذة شوف لك حد غير يا اخي وإحنا بنهزر الله وبعد ده انا ما سكش في حد غيرك يا روان يدور القرية دي يا ريس مين يارف دورك يا روان يعتبر وضع مؤقت مش خلاص بقى يا روان هينم؟ باشا حلف خلاص ايه بس يا زي دنبي؟ يا سيدي كلها أسبوع منذ احنا قبل سياتة المحافظ نخلص الموضوع احنا بدأنا معاه اه بالمناسبة يا زيزو انا عايز تاخد بالك كويس جدا من الراجل ده الراجل ده وعدين وحايز سلك لنا شوي تراضي حلوين ممكن يدينا حطه على البحر اه؟ يعني لازم تاخد بالك كويس جدا فتجمع بقى اكتر عدد من السيولة ممكنة في الفترة قصيرة جدا دي عشان لما الجراء تبتدي تبقى انت جاهز والله يا باشا راجل ده مخلص اه كل الوطن يا زيزو باشا لما الحق موضوع الحزب الوطن اللي حضرتك انا عايزنا بقى عضو امانته ايه نظامه ده؟ ما انت فاكني بأهزر الكرنيب يجه اسدجاه يا زيزو الكرنيب يجه اسدجاه؟ اه بيخلصوه يعني يعني ايه باشا بيجه اسدجاه يعني الكرنيب يجهز يا زيزو ما انت كل شوي بص اعيبك انك فاكر كل حاجة تيجي بالصوصة وبعوصني انه هي لا طبعا موازدان بي ايده في كل حاجة طيب شوف لي نابة عربية توصلني المطار مرسي يا عواني وانهانم شكرا مرسولتك استنى هنا انا عايزيك انا من سكرتيرة اهلك عشان طورتني الوارتة داية انا هاكلها بمزاجي لمدة اسبوع واحد بس يا بيت تفهم يا حاني بقى شركة في كل حاجة واني عايزك تركز بقى عشان لما تدوري المصلحة تعوضي على قل مصارفنا لا يا حبيبي انا مليش دعوة وخدص بالمكاسب بتاعتك ولا خسيرك انت لك اسبوع عندي تجيني ومعاك المأزون ليه؟ ليه عشان نتجاوز نتجاوز ميه؟ تتجاوزني اه احنا كده كواسينا روان كده مية مية زي الفل اه ملحق عايزك تبقي جديدة شوية مع العمال هنا رحسان يأكلوك باي باي على تليفون ماشي يا زيزو هشوف اخرتها معك الحمدلله السلامة لا سلمة تي لبسك كده ليه؟ قبل لك مفاجئة مفاجئة ايه؟ مش هينفع كده وانت وقف؟ تعالوا انا عايزها الحق اه الشغل عايزها الحق انا مشوها هيا انت لسه جاية من الشغل هتنزل تاني؟ انت عارفة موعدنا اه مش جديدة اه تليفوني جدني وتليفوني ودينا ايه بس انا مش هقدر اقول لك المفاجئة وانت مكشر كده تفضلي في ايه؟ الخبر اللي نفسك تسمعه من زمان لاو خمن كده؟ ايه اكتر حاجة نفسك اقول هيلك من اول ما تجاوزنا تكشفتي؟ انا حامل حامل؟ ايوة مالك تخضيت كده ليه؟ حامل يعني تلازم تجاهز نفسك بقى انه هيبقى فيه زن كتير في البيت وهيبقى فيه دوشة وهيبقى فيه كل ربع ساعة غيار و ها؟ يعني مفعش التكشيرة دي تفضل موجودة على طول ايه عزم؟ مالك؟ شكلك يعني مش مبسوط هم لا لا ايه؟ انت عامل كده ليه؟ بقى تمام انا تمام يعني لابتة سامت ولا فرحت ولا حاسيت حتى ان انت يعني مش عارفة وانا عاملة بقى في نفسي العمال ولابسة وعملالك مفاجأة يعني وروح تمديني الوش الغريب ده لوبنا مبروك يا حبيبتي ألفه مبروك الله يبارك فيكي تعالي بقى شوف ابنك اللي قاعدلي مباوز فوق ده مباوز؟ ده أحلى خبر يسمعه رجل متجوز في حياته تلاقي بيتدل عليك شوفتي أهم تنح كده من أول ما قلتله كلهم بيتنحوا كده لما بيسمعوا الخبر ده مال هتعمل إيه لما يشرف يا ابو العيال ويديك بالشلوت وياخد حض نموحة بها شو فيه بقى يا ستة الستات أنا اكلمتلكم مفتوح علشان تيجي تقعد معك هنا بتدقى النم بكرة مين هو مفتوح دي؟ دي اللي هتعمل كل شغل البيت وانتي بقى تعودي قدام التلفزيون تاكلي وتشربي لحد ما تقومي بالسلامة مش للدرجات دي يعني الحركة بارك يا عمى ما تروق بقى وقل لمراتك مبروك ما كنتش عايزه؟ تكلمني ما كنتش عايزه أنا أمو منام سيبك منه هاتي انتي بس نص دستة واسيبيهم عندي يا ربيهم أنا بديك استعلم مشي الولاد عاصم بستيقى يا لبني يا حبيبتي أنا عايزك من هنا ورايح تعرفي ان انتي بتاكلي النفرين يعني لازم تتغذي كويس تشيلي حاجة تقيلة؟ لا تتشعبتي ولا طاعي ولا تقومي تجيبي حاجة عالية بردو لا وعايزك يا حبيبتي بقى حكاية الشغلة دي تنسيها خالص لحد ما تولدي بتقومي بالسلامة اتفقنا أم عمر؟ حلو اسمه عمر أمي دا اسم جده عمر عاصم عمر الشرشابي نتا حميني ييت ياشيجهين؟ نتا حميني ييت ياشيجهين؟ فيش حاجة معت خالق الهدمتين بسلتهم وهنشرهم عشان ينشفوا الحد الصبح انشاء الله عنهم ما تنشروا ولا تغسروا من قصر انت بنت مش خايفة؟ ده انت على آخر قرن يطوش؟ قرنية ويطوش يا عمر اتخال لان بيش خاش هاتي هاتي بس هاتي منشرهم منا وخش ناين بتطي دهرن كده؟ ده هاتي اللي بجي زي الفطير هاتي من النوم هاتي راك خالي وشوفي مين اللي عباب يلا اللي يفتحها لدي عبد المعافيس الحمد لله على سلامتك يا ابني الحمد لله على سلامتك يا عمر ايه الغبة الطويلة دي؟ عايزة النازق جبك كده عطولي يا عمر وليدي هنا ولا برده؟ وليدي يا كوي قاعدة على الترترلت ده على ايه؟ الترترلت اللي جوا ده يام ما اسمه الانترلت الانترلت يا اخويا الانترلت الانترلت فينا جميع المال ايه اصمم ان تغسل النهاردة وهي على اخير وهي فتبقى يكون افتنشرو الانترلت والله يقولتلها لا اعنشرو مانا تبقى يبقى شوفي زوري الملك نايشرو كثير بيانتر ويه بس يا اخويا ده كتير احنا يا انا يا انا ملا حبو يا انا مستنام الليل وانا صهرانا واندي جنينة تطرح الورق الاختر طرحة بشاير وانت جاية بتتمختر انا جاية عندك اشبكك يالا صمر شبك الغراء والقلب والعيانة اه يانا يانا يا رايد فزعتني فزعتني شفت افريت يعني لا زايد انت زايد القور منور كمان وحشتين انت كمان وحشتين جاية جاية وحشتك قوي يعني قوي اما نجيب حضنة بقى كل خلاجات مية هبهدلك البدلة فداك 1500 بدلة يا غالي يا ام الغالي جاية يا عبدالعزيز ولدي غالي عندك لا اما ليه هو يعني ولدك لوحدك ولد انا كمان يلا بقى الجدعاني عشان تخلي فينا وقت دا شبهك لا انا عايزة شبهك انت اخص بقى معقولة يسيب الحلاوة دي كلها ويطلع شبه انا ده يبقى وقت خيامة عموما نسحة تتسأل صاحب الشيط اسأله ودي عبدالرحيم عايزة تطلع شبه مين يا رايد مين؟ ده يقول شبه همي الوقت ده مجنون ولا ايه حقك علي حقك علي يا عشق ليه بتقول كده حس ان عرفت امتك متأخر متأخر قوي كمان لا ما تتغرش في نفسك قوي كده انت كمان بتموتي فيا ابصي عنيك هتتجنيني كده عليك وليه؟ وليه كمان عديدة عديدة اصحبوا عدع الفجل عادين بقى عبابله انت محميه كانت عبابله انت حبلين اكتر من عبابله انت جد كده انت متفذين حبيبكم سلامتك يا أمه هو ماله الدوه مش عايز يجيب نتيجة ليه أنا دوايا في إيدك يا سناك وانت دواكي في إيد بخيل لرد يرحمك ولا صعبا على حالك معلش يا أمه بس وحيتك عندي ما حسيبه غل لما يركع على ردي ويطلب مني السماح يا أمه ما هي ما حصلتش قبلك كده عشان أصدقك يا سناك يا بنت سي كل حاجة في الدنيا ممكن تيجي بالخناء إلا الجواز لازم يجي بالاتفاق هنقول إيه ربنا يصلح الحال ويقرب البعيد يا رب نامي يا أمه نامي ورتاحي وإذا كان على دواكي حدويكي وحتقومي بالسلامة إن شاء الله يا رب يا رب ليه يا رب؟ مش قدها ولا مرش بهش؟ إزاي بقدة أنت قدها ونص بس ثمك مش هترضى تسيب الشقة دي مهما عملت؟ لأ أنا أقول لها إن إحنا نسيب الشقة كده ما تحق مازال سياحي في قد المنتقى يعني إنت خلصت في الشقة الثانية دي اشتريتها؟ خلصت وفياجت كمان إيه ده إيه ده وأنا أخر من يعلم؟ أنا أغلolph بقى هربز البيتك أنا لو لفت الدنيا دي كلها هلا يبدع وأحان من الأشجان بصراحة استحان هذا المسأل بيقول ميا شابه أخاه أنا اتكلمت معها في كل حاجة هوي most polar بس احنا هاني مقاجلين للموضوع شوية عشان هي لسه في سنة اولى وبتدرس ومالو ما تخلص وتاخد شهادتها وياه في بيتك بتقلقش عليك بس قول لي انت بقى عامل ايه في شغلك عشان انا بصراحة هعلان عليك لا انا سيبك انت من شغل وخليك في نفسك وبس بيقولك ايه بقى ما تسيبك من دول القبا واللي انت عايش فيه ده ايه مش لايق علي رب ازاي بس دلائق ونص كفاء ان انت مكفينا خلينا مش عايزين اي حاجة بس انا بصراحة بقى قال انا عليك من الجماعة بتوى الحزب ده هم قالهم بقى بتوى الحزب ما ناس زي الفل وهم قوتين روحهم عشان يخدموا البلد دي ده حتى انا اكتشافت ان الدوري بقاش عامل كرنيه كده بحاجة اسمها امانة التنظيم مش فيه كده برضو ده فيه كده واوسخ من كده كمان انت بتقولي انا يعني ايه سلامش لياه يعني هتبقى راعت كده طب فيلي 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 ايوه يا كريم السلام ما جاتش عندك ما جاتش انت مال اهلك ما جاتش وخلاق مع السلام ما جاتش وخلاق عاصم اختك مش لقينا في اي حد اسأل عليها في اي مكان يا حبيبي شاه راعب بتاع في اي مكان في البس اشفيات في الانسام ابوس رجلة اعطيها ما عمينا عمي حاجة امون اصلاح بركة اشوف المحلات اللي حوالينا تكون ستك سناء في محل منهم ولا بتاعلى وتشوفتها اتعلن ده حاضر يا حاج عناي الله يخرب بيت سنينك انا بس مش فاهم لي العبلة في دماغك دي التصريحات الفشانك بتاع ترجالة الحزب عن معدلات التنمية الاقتصادية اللي كلها كذب في كذب هي اللي لعبة في دماغي وفي دماغي الناس كلها يا عم زيزو يعني بتاع الحديد ولا بتاع السراميك التاني ده لما يجي حطي مئة مليون ويجي اخر السنة ياخدهم مئة وسبعة مليون بقى معدل التنمية الاقتصادية سبعة في المية تمام مظبوط بس ده معدل التنمية للمنتفعين الشعبي من باستفدش اي حاجة من الكلام ده الشعبي كل يوم بيجوع اكتر والعيشة بتغلق عليه اكتر واكتر وانت مالك ومالهم يا حمار انت يا دي انت خلاص بقيت بيه باشا وبعدين الناس دي بقى انت مش عارفهم الناس دي هم اللي حميين البلد وانا عشان بقيت بيه باشا انسى الناس وانسى اصلي وبعدين معلش الناس دي حميين البلد فيه عميينها من الحرامية من المتطرفين من الناس اللي عايزة تخربها وجبها على الارض من الحرامية ايزا كان هم اللي واكلينها ولعا انت عارف ومتأكد ان الناس دي كلها مشبوهين والحزب بتاعهم ده مجرد وقر وقر بيتقابلوا فيه عشان يخططوا ويتكتكوا هيسلقوا الشعب ازداي وياخلوا خير البلد ازاي ولا بس يا لا مش عايز اسمع الكلام الخايف ده عشان انت متأكد من الكلام ده وعايشه وعلى يدك زيدان الدوري اللي هو نايب المنطقة بتاعنا ده بقى نايب المنطقة الابدي كأن المنطقة كلها مفعش رجل تاني غير زيدان الدوري معان انت عارف ومتأكد ان كل تسهيلاته وتشهيلاته شمال يعني يا بيجني تاجدني التسهيلات والتشهيلات الشمال ده يا حبيبي هي اللي عملتك بني ادم هي اللي شغلتك في بنكة قددينة واصحبك لسا قاعدين على الاهات وانا بقى مستعد اتسيب الوظيفة دي من بكرة ما دام جامل السكة الشمال دي جار يا زيزو هو اللي مش لاقي هيموت مجوع ولا ايه اسمع بقى يا وليد انا من الصبح مديلك وداني عايز اعرف اين لجواك لكن لو وصلت لكده لقى ايه هيسترجع للفقر والزول تاني هي بقى انت مفهمتش كلامي يا زيزو الناس بقى الناس مش لاقي اتاكل البلد غير انا ببركة فساد والغلبة او 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 تاتلح انهالي الغلابه اليوم ربنا يا اخويا والناس دي بقى كل يوم بتعمل حاجات عشان نحسه بالغلبة عايز تحس بيوم انزي نشهت معاهم بس دى بقى كلام تاني انت اللي بتقول الكلام ده يا زيزو انت اكتر واحد من تبعاش يتقول الكلام دى عشان انت ضُقت وعيشت عيشت الغلابة هو محرك واستعش الو باب محرك افتاح الباب اص div bec WhatsApp بس هارجع اتكلم معا кое وهو فين ايه ده ايه ده وقل اخشي كده لديه عايزة منك ايه يا زيزة مالكش لعنكة وليدخل شهور مش هيروح في حتة ومش هيدخل في حتة هيقف هنا غاية لما يتفرج على أخوك كبير بيعمل ايه في الناس مش وقت الكلام ده سنة ولا مكانه لا وحي اطمك ما بقيت فاكر في الأوانطة دي عنا بديتك مهولة اسبوع رمتلي وقال دهارك ست شهور ست شهور ما فكرتش فيه أخوك أخوك تجوزني يا عرفي لما بيعمسكنا هلم ونسي الفتيحة بتاعته صحيح الكلام اللي بتقوله ده يا عبد العزيزة قلتلك خش جوه يا وليد خش وقتك عايزة يا سنة حقلتلك وحقت النفسي عشرار بتاعه ايه الهبل اللي انت بتعمل ده شيل البتاع ده حسن لك ده بقى ايش عندي حاجة خفة عليها ولا حاجة عايش عشانا عايزة تموتيني؟ ببضل اضرابي 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 احبك 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 أبتر ولم تفسي بس انت يا بان ونادي بح Colombes موسيقى من حال عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيز يا عبد العزيز عبد العزيز يا سبك نفسك يا أخي ارو ايه؟ بيلها بتولي جابي بيل نبتك طب يلا يا اما يلا عني بسرعة 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 يا ابدي انا مهدك انا طول يا اما اش جاني يا حبيبتي رضي علي يا دناي ايه ده بقى مش كدة ان شاء الله هتقوم بالسلامة احمد ربنا انها جابت لك ابنها بالسلامة هي ابني اهل جير واحد ساعت بيحصل كده عشان بكريه وكمان جاي بينها والعيل بينزل اكتشفنا ان عندها مشاكل في الراحم وزي معرفنا دي اول ولا دي بعدين سنها مش صغير يعني ايه الكلام دي يا دكتور لو كنتوا جيتوا بدري كنا مشيناها قيصري لكن هديها والدت وربنا معاها هي نزفت كتير ونقلنا لها دم هي نزفت كتير كنا بنفكر نشيلها راحم عشان فيه دلائف كتير لكن نصبه لحد ما تقوم بالسلامة ونعمل لها الحزم طب ما تواحد الله كده بقى وتيجي معايا ونشوفها ونتطمن عليها ونشوفها ونتطمن عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والدتطمن عليها اشتركوا في القناة يعني هاملية دلوقتي لسا ايه ده بس يا ساعي روح عدور عائف مستشفاهات فقساما بوليس ربنا يسوقها يا رب وتيجي بيسالة يا ساعي يا ساعي يا ساعي بدي فيلي يا بيت تخرم عليك مير يا امي سيد سناء سيد سناء امي سعافة اخوان الحمدلله على السلامة ان شاء الله تسلم عبد الرحيم جي يا امو عبد الرحيم هو فيه عايز أحطن ورده هو في الحضانة ساعتين بس وإن شاء الله يجبه لك هي الحضانة دي وفيه حد عيحطن ويحن عليه كتب وردك معي يا عبد العزيز طب زمتك هو فيه أحلى من كده وردك هم؟ دول عمري حسن يا همود صغير بس أنا مش سعلان بتتجيك في حطنك وتطل في عناك تساوي عمري بحلو او ده بقى الكلام اللي ساعل شايفة معلغين لك دم قد ايه نقلنا لك دم لحد ما ولدها كفر عشان انت حمارة ومعندكش دم وبتقولي كلامي داي هتولي ولدي عبد الرحيم عاضر شو عيو هكبولك هترضاي وتربيي وتعلمي وتدخلي الجامعة وحتجوزيك أنا ايه راهيك بقى؟ خلي بالك مني وحطه في عناك مش عايد اسمع الكلام ده قولت ده العزيز عايز اطلب منك طلب بس وحيات عبد الرحيم ما تكسفني بعد ما جبتي الوعد طلبي طلبي ان شاء الله روحي تسلم روحك وتعيش يا حبيب والله ايضا انت عوضتني عن العمر وهمه وشفت الدنيا في عناك ومعك جبت الولد ودكت الحب وحلاته وقالت الشهد من ايديك عارف اني عشقتك ولا لا يا ولد خالي ليه؟ ليه دي الحياة تايا حلوة كتانك؟ ممكن اطلب الطلب اطلابر واسبني الوحد بعد دقيقتين تعال اطل علي مش هسيبك ولا دقيق انا جنبك ايضا وهطل عليك كل اللحظة تفهمنا؟ لك الحمد ولك الشكر كدبت لقي عيشة جنب اللي حبيته وعطتني فضله اكتر من اللي حلمت بيه بكتير بس وحيات حبيبك النبي لو انهم زي الموت عايزك تكتب لي ان اشوف الاحلام اللي اخترها وانا مطلبهش كتير نفسي كل يوم اشوف عبدالعزيز وحبيبي عبدالرحيز هاشيجان انت ايه انت اعبا انا اجيبلك الدكتور انت طبيبي وانت حبيبي وانت بولد عبدالرحيز بسكرب ودنك نفسي كلك كلمة واحدة كنت بتكسف كلها لك طول عمر كرب بحبك بحبك يا عبدالرحيز وانا اقمال بحبك عشيجان والله العروين بحبك وبندم على كل لحظة ما حستش بك فيه بحبك 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 عشقال اومي اومي عشقال ولد الجاي عبد الرحيم عبد الرحيم يا عشقال عشق سنة رد على يا بنتي رد على يا مسئيلي سنة ضاعت يا حق هتبقى كويسة ان شاء الله هو الدكتور قال لك اي يا بنتي طب ما تردني سكتة ليه طب ممكن اتكلم برا سامحين يا سلام ظلامتك كتير يا بنتي وجيتها حليك كتير قوي يعني ايه بقى الكلمة لها الدكتور دالوني يعني عندها نيارة عصبي هي غلطة قال لك للضغط اللي اتعرضته كانت يبين قوي عليها كسرة طب يعني مش هترجع تاني زي الاول يا بنتي ده لايما مش حاسة باي حاجة هي الدول اللي بتاعته ده حيخليها تنام كتير وانا هبقى معاها ما تقلقش يعني انت شخيص اللي قاله الدكتور ده لو فيه خطورة على حياتها هنوديها مساشفة نفسي ايه؟ نفسي؟ بنتي مش مجنونة يا عاصر بنتي مش مجنونة بيكتها تتعالج ويها اينا في بيتي ايه ان شاء الله بيع كل اللي وراي اللي قدامي ان شاء الله بيع بيتي كله هتخفة ان شاء الله طيب اللي حصل لها ده من ايه يعني يا لبنة؟ سناء راح اتلزيزوا ملح تاني؟ عملنا ايه تاني؟ تفضل يا عاصر الصبر يا عم منك ليه؟ الصبر وقلنا يا حلو الملامح منك ليه دي فلوس ناس وبعدين الراجل في شدة زي ما انتو شايفين ودي اعمالة في رقابتي يا كياد يعني مين هيقف جنبه غيرنا؟ احنا واجب يا رجالة يعني واجب نروح نعزيه في البلد قدام ارايجو ولا ايه؟ ايه؟ طب اه انت بتعرفش العنوار يا عم ياد؟ والله يا علم المك يا عم علي امول انا هخلص وهكلم واشوفها واناوة على ايه؟ علي امور يا بركة ده وصل الامنة بتاعك راجوا كويس وقطعوا قدامي دلوقتي فلوسك يا بيه؟ نعم خلص يا عم علي يا جرع مدفول لنفسك فلوس انت اول مرة تشوفنا ولا ايه يا جرع مطلع فلوس يلا يا شاطر منك ليه؟ صباح الفول لحظة لما عد اه؟ اقطع فلوسك يا عم بكر اتفضل يا عبد اتفضل يا عم اتفضل يا عم في الجديد بقولك ام الوليد فين يعني؟ المفروض ان احنا نسأل عليه ونتطمن يعني ما نسيبوش لوحده هخلص وعدوهم يا عم ما قولنا وليد في المستشفى مع الحاجة بيشوف عبد الرحيم في الحب ده انا بقى ما شاء الله كبر بسرعة هلوم؟ ايوه؟ مين حضرتك؟ روام؟ روام يا جدع يا جدع روام اللي مشار كزيزه يا جدع ايوه ايوه ايهان اهلا وسهلا بحضرتك اه اهلا وسهلا اي خدمة؟ لا هو عبد العزيز بيه في السعيد في البلد لا هو للاسف المكالمة مش هتوصل له هناك لان الشبكة مش كويسة اه لا هو البقاء لله فيه زرف يعني اه المدام توفت نعم؟ بقولك يا هانم المدام توفت وهي بتولد فراح يدفنها في السعيد طب حضرتك فيه تحب رسالة اوصلها له او فيه حاجة اقول اه بسود اخر بسود دي يا جدعي فهم بقى ما كانتش تعرف ان هو متجوز ما كانتش تعرف يا اخي بس مشاكل عكيت رسمي طب عاكل فلوس وبتسيدي ودين الواصل قطع 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 ده لطبوسكو فقر ساموا عليكم يلا انت احكيدي اتكل على الله واحنا هنعد الفلوس ما كانت اتكل على الله يا جدعي يلا يلا طب هات الواصل يا عام خوض يا عام الواصل بتاعك اتكل على الله وانا كمان نديني الواصل بتاعك بدا يلا ناشا حفظ شدان يا اخبار ها قطع ها يا رب يا سلام يا رب يا سلام يا رب يا سلام تسلم هي استناء صاحب انت ممكن تدخل لها لا انا هنقضي هنا شوية لا تدخل لها تدخل لها حق لطفي ايه يمكن بردتك تحلى عليها حق لطفي بردتك تحلى عليها هولي بعرفتش عمله انت عمله انت عمله من هنا يا باب تفضل 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 يا باب تفضل يا رب يا سيدا ده مؤهز يا حبيب مش قادر اقوم اسلم لا 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 خليكي بتاعها خليكي بتاعها ايه ياسي طلع رأيس انا مصدقتش لما الحاج قال لي ايه زي ما انت شايفي حاج ان شاء الله هتقوم بالسلالة وتعاد علي في المكتبات وقت تشغيلني وانتحاتني زي عوايدها باب ده اللي حزز في نفسي يا لطفي اخوي فين ده كتها اللي كانت مالية بذلك فين ده كتها اللي كانت بتملأ اي مكان تخش فيه والشه اللي كانت زي البدر المنور وصلها على نبي حاج ست العراز هتبك كويسة ان شاء الله ربنا يسمع منه اريه يا لطي اريه ان شاء الله ان شاء الله هتبك كويسة ان شاء الله اطمئ اعوذي بكلمة اللي التميات اعوذي بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الله لا اله صلى الله على سيدنا محمد عبدالله وصحبه يا رب اعملي قهوة لابوك يا لبنا لا 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 ان شاء الله رشعب قهوة لسه شربها في العزة عزة مين مرات عبدالعزيز ايه؟ هو هو زيزو كان متجوز اهو لما سانة رحت علشان تقتل عبدالعزيز عارفت ان اشجان مراته وعارفت انها كانت حامل لا اله الا الله حكمتك يا رب حكمتك خلي فتله الولد وماتيت في المستشفى صدرك يا رب بابا ما تيجي نوع برا كده تنسيب سنة تنتيح وانا يبقى دي هده اه تشد بحيلة بحيلة ها؟ صعبة عليك يا بنتي صعبة صعبة عليك يا بنتي صعبة عليك يا بنتي مش بتاع فوق فوق يا سباح فوق يا بنتي ايوة يا زيزو ايوة حبيب اه ايه؟ انت بحتلت عجول؟ طيب حاضر حاضر النهاردة النهاردة ايوة طيب حاضر حاضر مفيش مشكلة حاضر ايه؟ لا هنلحق هنلحق ان شاء الله مفيش مشكلة بقولك ايه سيبك من دك كله وطميني عليك انت كويس طيب الحمد لله جاي النهاردة طيب ماشي اخد بالك من نفسك طريق السلامة لا مفيش مشكلة انا عارف ان الشبكة عندك مش كويس انا هبلغ وليد بكل حاجة هبلغه بالمطلوب طيب يا حبيبي بس انت كده ليح صد رد يا حبيبي طيب تجي بالسلامة يلا تجي بالسلامة سلامة يا حبيبي خد بالك من نفسك صد رد؟ صد رد؟ يعني ازيزو صد رد؟ ايوة صد رد في ايه؟ صد رد ما شاء الله ده الوحيد اللي بيعملها ازيزو ده مبروك يعني الناس كلها تروح صده وترجع رده ولا ايه؟ ما شاء الله عليه هو ازيزو صاحب معجزات خلاص؟ اخلاص بقى اسمع يا شابره زيما اسمعت كده الراجل عايز يتبح عايزك تطلع على الحاجة عطلة الجزار توسيه على ثلاث عجول كبار توقف على ايده واتباحهم عنده في المحل وكل كيس اتنين كيلو توقف على الحاجة زنهار عينك عليها فاهم ولا مش فاهمه؟ روح واقول له الحساب عن دزيزو يلا مش انت عايز رأيين؟ ثلاث عجول كتير قوي انا بالرأيي انه ثلاثة بس كفى لا 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 الله اقولك ساحب المال عايز كده ولازم نينفذ التكرى على الله واقولك انتهى لشاب بكر انتهى لي بكر اعايز نصيحة يا أستاذي هاد اللي بيحصل ده لا بيرجع القديم ولا هيصح الميت ولا هيحصل اي حاجة ولا صد رد ولا اي حاجة خالص يا اخي خلي عندك دم خلي عندك دم الراجل عايزنا نعمل كده لو احنا موقفناش جنب ومن اللي عايقف جنب حرام عليك بقى وبعدين عبدالرحيم ابنه في الحضانة الرجل عايز يعمل كده عقيقه عشان ابنه عملي ايه؟ هيعمل عشان ايه؟ عقيقه يا حالله لا اله يلا الله بيفهموا ايه دول؟ ماشي يا بركة حالله تجع الله اندهلي بكر لا ما فيش فلوس تجع اندهلي بكر يلا يزين نعمل فراشة الو اي يا وليد ازاك اخوي اعمل ايه؟ البقاء لله ونعمة بالله يا حديده ونعمة بالله انت فين؟ اه؟ وجبت المطلوب؟ طب تمام تمام طب بقولك ايه؟ دلوقتي يزيز اخو تكلمني اه 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 هو اه لا هو الاسب بس الشبكة معك سافة معرفش يتكلمك اه هو جاي كمان ساعتين بس اسمع هو جاي معه الحاجة رتيبة ام المرخومة اه هو هيطلع بس على مشوار من برا برا فانت هتقابله في حتة هو هيقولك عليها اه عشان بس تاخدها هتشوف عبد الرحيم ربنا هيومه بالسلام يا رب ان شاء الله اه يا حبيبي بس اسمع بقولك ايه؟ انت هتجيب اكل الحاجة وتسيبها وتيجي تقف معنا في السوان احنا عاملين سوان قدام المحلي ماشي؟ تماما؟ طب يا حاجة نا بس سلام بس سلام افضل يا افضل اه ابو ضعب اسمع دلوقتي عايزك توحي بتاع الفراشة جيب كل الفراشة اللي عنده عايزين نعمل سوان يسد الشارع كله خلاص؟ صد رد في السريع يا عامل صد رد؟ يعني ايه يا صد رد دي؟ صد رد يا اسطح صد رد؟ صد رد يعني ايه؟ يعني صد رد يا اسطح يعني صد رد يا عامل يا عامل يعني صد رد خلص المهم عايزك تطلع دلوقتي تروح تجيب بتاع الفراشة ويجيب كراسمة نجدة وسجاجة نظيفة يجيب فراشة جديدة اتفضل يا بيه يلا بالسلامة بس يا عبا بس انت دبق على استواطل محلات عشان لا باجعلها بقابلش عوق بقى حد صد رد يلا يلا يا ام انت قادة هنا يا ام مش عادة في القوضة ليه؟ مستني هيك يا انا ايا اسلم وموردة استعجرتني في الحاجات اللي روحت الجبعة اهم حاجة جبت اللبن اللي قال عليه الدكتور جبت جبت وجبت البقرونة وجبت كل حاجة مكتوبة في الرشدة طيب يا حبيب طيب حبيب تسلم يا بيه اهم حاجة تعمليني يا عبد الرحيم كويس الحمد لله الممردة والتكترة تعملوني يا بيه ايه حالي جبت حريبا؟ ايوه يا اختي ايه رحيات عينيك ابص علي بصر بعيني يا ربنا يخليك مالشي يا امي انا اسفة يا مامتو بس خشت وردعه تخرج تاني لا اسفة امه راحت راحت وكان نفسها تحضن وتردعه مره يا دناي ايه كنا بتغدي بلك منه ربنا يخليك ايه ايه اخلصت يا امه امه راحت وثبته لك امانة فرقبتك ايه البرجع فيك انتي بقى اضرب بيه وتكبريه زي ما كنت بتعملي معاها بالزد ايه كلي بقى كده دقما واشربيلك بقى عصير عشان انتي مجالتش حاجة من مبارك ايه 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 اعني الشام عشان خاطر انتي على لحمة وسطك من مبارك مش ادري الله مش ادري مش ادري على فكا ايهاد صاحب زيزو تكلمني وانا جاي قال اني زيزو الحاج جارتيبها جاين فى الطريق اول ما يخش القاهرة روح اجيبهم بالعربية عليها هيجوا بالسلامة ان شاء الله شعينا عليك يا ابني طول عمر كنت شايل الهم ان لما فرحت ايوم فرحت اسيوم يا طلاقي ابنا اخبع يا امه راحت خلاص إن شاء الله بإذن الله ربنا عهدوا بالخير إن شاء الله في ابنه على فكر زيزو أمر يتعمل لها هذا كبير قوي في رعب عزيز تستاهل تستاهل الدنيا كلها تبكي عليها كنت طيبة وبنتها حلال عمرها مغلت تفير أنا اللي كنت أقاسها لها سامحيني سامحيني يا أشجال يا رب اجي على المسوح الجنة يا رب سامحيني يا بنتي سامحيني أحلى بسها وأبدع سلام لمعلمين وعظماء شرع عبد العديد شكرا على نصر مضحك أسلامي إيدك إيه بقى؟ هتفضل قاعدوا قدامي كده ساكت؟ تعبان هو والحزن مليني بازني إيه كفال للشر انت بادل قتي لا بتسأل وأعطيني ظاهرك والسوق وأخدك وأخدني وخالتي وخالتك وتفرقوا الخالات خالتي وخالتك إيه بس؟ والكلام اللي إنت قد تقوله ده؟ أقولك حاجة إيه دا كده بس من الله؟ وتكلم عارف إنت لو تكلمت هترتاح البت سناء ما اللي تقم ديه؟ سناء؟ ما لها كفال الشر؟ شوف هادلوقتي تلاقيها واحدة تانية خالص اتسخطت كده ومعطي الشعراتها وأنا هدين نعمل إيه؟ ما نروح نجيب أجدعها دا كترة في البلد ما أنا جيبت لهات مكتوبة؟ ودها الدواء؟ ونحن لسه بنطلب الشفا من المولى سناء؟ لا إله إلا الله تكاد بنت نكتة والشاب يضحك على طول منه لله اللي كان السبب في دا كرة طب ما تتكلم ما تقعدش تلقاطني بالكلام سلام عليكم حبي إنت؟ خرجت من السجن يامت هاي نهاردة الصبحة مهد ياه دا إيه الحلاوة دي؟ خرجت من الصبحة يا رجل يا يا عظيم يا اللي مانتش حرامي يا نضيف يا جدع استقلنا استقلنا ما تتكلمش من راحة شوية الحاجة على ما تهدم اللومة بتاعت السجن والبرش اللي قطع في جسمك طب ليه المقابلة دي بقى يا حجاج؟ مقابلة ايه صحيح؟ أعطيها أعطيها؟ عميل يا حج ابعت قتلينا مزيكة حصاب الله عشان تقابل البيت ليه كده؟ ليه كده يا حج؟ احنا كفيت بنا عش ومال حمال مالكش هنا لعيش ولا مالح واضح؟ انا ليه مرات يا حج؟ مراتك؟ اخرى سأليني الادب مراتك خلاص بخ يا حج برونا خشوية يا رجل مغلتش بقولك مراتي ما انا بقولك انت كمان اسمع زي مراتو بخ خلاص بتجرى عنها يا لت بتجرى عنها ومال ومال وبتهددني يا لت سلاموا عليك ايه مش ايه؟ عندي اقتراح يعني مش عارفة هتوفق عليها ولا لا اقتراح ايه؟ بخصوص العلاج بتاعها سناء تقرى في حاجة عن حريطة مخبيها علينا ولا ايه؟ لا لا خالص الحريطة زي ما انا قلتلك بس فيه تفاصيل كده ممكن تساعدنا اكتر في علاجة عامل اللي انت شافها صح لا حدش فينا بيفهم حاجة في حالتها رب ان اجعل شافها علي قدك وعلي ايه دك انت كمان؟ زايع اوه يعني انا بس عايزك تيهده كده شوي وانا بكلمك عشان حسن انت متوتر قوي خش في الموضوع زيزو مال وزفت خلاص يا عظم لما تبقى رائي كده هنبقى نتكلم انا زي الفل هايزة ولي ايه خلاص يا ساتي خلاصي احلفك عشان تتكلمي ما بص انا بتكلمك ازاي وانت بتكلمني ازاي كنا بنتكلم عن زيفت اعلقت فعالات سنائك روح عزيت عام يا اختي ما انت لو رحت عزيته هو هيحس بالزنب عشان العمله مع سنائك وهيحس برضو ان انت معندكش ازمة ان هو يجي يطلبها منك ايه يا عاصم كلام ده انا مش هضم صدق ان انا اللي غلطرة ان انا اصلا شايل همه وانت لقم عايزة ايه روح اتمحلسه بالوقت انا ما قلتش تعمل كده فريدي عملت كده بقى وهو طلع عواطي زي ما انا عارف زيزو مش هامل كده عشان انا عارفة كويس اه انت عارفة كويس واضح ان انا الوحيدة اللي مش هارفة انت عايز توصل ليه ماذا ما درستش كمية عشان اعرف سيزفت بتاعك ده زي ما انت عارفة ايه اللي انت بتقوله ده حاسب على كلامك معايا يا عاصم ما هو يا محترمة في بنت الناس انا شريكي لان كان عندي امل انك تبقي زوجة وامة قصيلة ويللي كنت عمل بتحاجات كتير قابل زي ايه بقى ما تستعجليش على اللي هعمله عشان اللي هعمله هيزعلك موسيقى الموسيقى ده ايه ده ايه ده انا مش مصدق نفسي ودولي طلعوا كاب خمسة وستين ألفة يا معلم آه هم دل سرقتهم من الشرشالي سرقتهم هي فلوسي فلوس يا معلم وحضت القرش على القرش والجنيه على الجنيه وانت بس يدي العارفين آه فلوسك فلوسك يا ابو فلوس من التجارة ولا مستمصرة ولا دي لك اللي كان بيلعب وقطعه لك المعلم الله 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 ليه كده بس يا حاج ده أنا جاه يستنجي بيك عشان تجيب لي حقي بقول لي يا كبير ولو الكبير قالك ملكش حاجة هتعمل ايه فلوس يا هاخدها يعني هاخدها طب معاك ورق بالفلوس دي لما أخذها هو الواحد لما بدي مراتي فلوس بياخد عليكم بيالات هقولك أنا القصة بقى انت لا عايز تروح للشرشابي ولا عايز تقول تتكلم معاه ولا اي حاجة ولا حبيبتك ومراتك والكلام اللي انت عدت تقوله ده كله هقولك أنا الحقيقة بقى انت قاعد تفكر في القرشين لما كنت في سويسرا مش كده فهنولولو بتاعتك عشان لما تطلع بتعمل لك حاجة كده تاكل منها لقمة عيش وتعيش صح ولا انا باتكلم مع لك بدينا عايز اقولك ايه ايه مش طلعتك اتلاعت غزبة يا معلم رفعت عليها قضية والقضيحة كاملها عشان انا ارد سجون اتلاعت عشان يخلقها الجو مع الكلب اللي اسمه زيزو اخرص يا كلب يا واط يا نتن بتقول كده على بنت سيدك انا مفتريش يا معلم اللي بقوله لك ده حصل كان بتقابله في شقاتي وعلى فرشاتي وابوها منزلها مع عزيزو بفضيحة انت جابت التخريف دي منيه انت اتكلم وإلا قصما بالله لاخدك على المخزن وعلى اللقب زي الدميحة صاحب البيت اللي فيش هقه معلم اهلي على كل حاجة وهو اللي شايل الشرشابي مرابع وحطه في التاجسم والدين المستشفى لما وقعه مستحملش اللي حصل ابو انت عشمان عامل لك ايه دلوقتي هي عارت ابوها فضحت اهلها منها ليهم لكن انا عايز حقي حقي برقابتي هو اخده ولاه على جثتي اما ابو عزيز ده بقى فليه معاي حكاية تانية خالص بالازن يا معلمة سلام يا اخوي يا اهل هو ده السر اللي كنت مخبيه عني يا شرشابي ده حملة ايه الاوي يا اخي اتفضل يا حجرتي بيتك ومطرحك يا اختي تفضل اسلام يا اختي اهلا لي امني اهلا عني بيتك 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 يبوها أنا خلق أواقع دماغك الأخطي خلق لازم ينزل شدي عزيزي ولد يعاني عندك أماليه وأماليه 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 ده اللي زيك الوحدة تموت نفسها عشانه ألف مرة هات عنك يا عبدالعزيز أخشين ترتاح لا يا عمت النمي عايزوا معايا عايز أبقى معا نفسي شوية تسمم روحك وتعيش نحب 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 أوليه وللهي تنطاعتني على العمر وهمه شوفت الأنmbleوا في عنين ومعا فجه تلواج ودقت الحق حالاتكم وقالت الشهد دائج أعرف إني عشكتك ولا يولد rumors تخلق لماذا هذا؟ لماذا هذا يا عبد العزيز؟ لا تبزع ضناك يا ولدي يا ربي صبر قلبك يا ضناك لا تبزع خلاص يا ولدي اللي راح راح خلينا في اللي جاي اللي راح كان غالي يا عمدي محسيتشي بقيم طول ما راح مني والرجالك غالي هو كمان دولتك يا عبد العزيز وربنا كريف يصبر قلوبنا كلها بس نقولي نقولي يا رب يا رب يا رب يا رب الله عن أسوتي عليها وأسوتي بديهلي عليها يا رب انتك سيت عليها؟ كانت روحها فيك يا ولدي أخوي قالت لي ان جلدك فاضل رم رمها عليك كانوا رمها في الجنة والله يا ما تتعاول عمو نعمة عملت حاجة بحشة كان نفسها راح بدلها ومتبتل هاجل بقوزة ومتع يا رب بس حكمتك حكمت الكلام بس يا لدي بس حرم أمنا بس بس يا لدي بس لا يا دولي بنا معاك ساعة المحافظ كلمك يعني موضوع ده عرضة تمامة وأنا جاهز ساعة تكلين جاهز بس معلش بديني يومين كده عشان عندي ظروف ساعة المحافظ كلمك مراتي ماتت هاجل 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 تولدي حالكي بقى فهم لا والله أنا عارف لساتك مسافة ما أمجلكش فعله عشة سلامة بس أزيزو وأنا أنا مش عارف أقولي بصراحة مش لاقي كلام أقوله بس أنت عارف أنت بالنسبال إيه يا أزيزو أنت مش مجرد أخي بس أنت الدنيا كلها والحزن اللي أنت فيه ده هو اللي أنا فيه بالظبط بس إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيعوضنا بالخير في عبد الرحيم ولا الحم باش كاي ايه ده بابس على الصبح كده وراح على فين يا سبتاني رايح على شغل شغل يا امو شغل احنا مش اتفقنا ان انا هنزل للشغل واحنا مش اتفقنا ان انا مفيش الزفت ده لحد ما تخلصي اللي انت فيه اسمه الحملي يا بيه cific الم الدور واضلعها على فوق زي ستات المحترمين انا محترم وقصب عنك تعتمت ايدك علي يا او테 انت لسه شك definit Beyond ايه انت مدفت ايدك علي يا اوه ياف يامожين انت فيه لكن وحيات اني اليه لربك الاسجابة عاملي مع ولاد الناس اوه واحINGS اصبها واحدي اوه! ما تفتحش ليه! ايوه! لبنى! لبنى ردي علي عملت فيها ايه؟ عملت فيها ايه؟ لبنى! لبنى ردي علي حبيبتي ردي علي! عاصمت له والإسهاد! البنت هتروح من هنا! لبنى! لبنى ردي علي يا حبيبتي! لبنى! سلامتك يا دنايا! ألف ألف سلامة! الله يسلم! ايه اللي حصل يا بيمتي ده كله في عينينا؟ اكتر من كده وبينزيح ربنا! مش عايزة تقول لي برضو ايه اللي حصل؟ وصل الامور لكده؟ وعاسة انتك راشا يا نو خيرون لكم! صدق الله العظيم! بس مش للدرجات دي يعني! هم مش عدينك من الشارع! شوية! انت برضو اللي غلطان! انت كنت انزلتي جاتي قلتيلي! وانا كنت روحت اعطيله ازداؤه! وفهمته ما قاموا بالظبط! انت غالي علينا ياو يا بنتي! ربنا يخليك مياه يا عمد! عمر انا مكتش مستنية من عاصم حسن من كده! ملكش حق بقى ابدا! والله 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 بيحبك! مفيش مرة اسأله ويقولها لي بعض متلسان! حق ربنا! كلما اسأله يقول لنا عمري ما عشت السعادة بالطريقة دي! الحب هو السعادة بيتحسوا! عموما انا سامحت وخلاص! يا سلام! هو ده كلام الست العقلم صحيح! هم كل الرجالة كده يا حبيبتي! مالانت فاكرة ايه ده! احنا ياما بنشوف مينهم! وهم شباب يعني ما اقولكيش! لكن يوم ورا يوم وسنة ورا سنة! العصبية دي بتروح! وبيجي الحب والحناية كلها! عارفة عمك الشرشاب اللي واقف ده! خلاص يا كبير! ده مقطع! خلاص! شفتي كلهم غلطاني! ما عليك يا دكتور! عليكم السلام ورحمة الله! لا لا! احنا بقينا كويسين اول نهارتا! بس يا دكتور! انا بس! كل ما جاء قف بضوخة! ده طبعا عشان نزيف الكتير اللي حصل! طمنا يا دكتور! الحمد لله! ما انت شايفها زي الفل هي قدامك! الحمد لله! استسمحكوا بس تتفضلوا برا خمس دقايق! حاضر! الله وسلم! ممكن اعرف بقى ايه سبب النزيف كتير اللي حصل دك! انا محتاجة هقرير طبي شامل بكل الاصابات اللي حصلت لي يا دكتور! طبعا وهعمله لك! بس ده معناه بقى ان انت عايزة نعملي محضر وتمشي في اجراءات قانونية! انا بس بغطي كل الاحتمالات! طب ايه رايك نتكلم كزومة كده! بلاش! ويمكن ترجع الجوزك وكل حالة تتصلح! ربنا اعمل اللي في الخير! وانا ممكن اخرج امدى! يعني يومين! نسبة الوجلوين ترجع تاني! ونزبط الضغط! وطبعا الحالة النفسية! وانت فاهماني! بازل الله! بازل الله! كله هيبقى خير! الله العظيم! الله عربي! الله عربي! الله عربي! الدكتور! اه دكتور! لو سمحت مفيش حد غريب! يعني انا حماها! وده حماتها! وده ولدها! عايزي من الضم! مفيش حاجة! طب! بعد اذنك يعني ايه! بالنسبة للحمل! هو لسه! لسه يا حاج! الدكتور حياتها اتعرضت للخطر! هي كانت خناء جامدة اوي كده! لا لا خناء ولا حاجة! ده هي الزحلات في الحمام ووقت يا دكتور! يعني! الحملة مفيش يا دكتور! ان شاء الله! حانس دور! لا حول هو الاخوت ايه! 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 لا حول هو الاخوت ايه! الا بالله! ايه! دي بقى قدت وليد! شفت واسعة ازاي! ايه! 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 شفت واسعة ازاي! جميلة! جميلة! ايه! ايه! انا كيف! انا لازم اخل بكتر تمانية! اه! انتي مش حسافني انت تعوضي معانا هنا على طول! انتي بتقولي ايه! 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 يا حالي وداري هناك! ملاباش! ايه يا! ايه! بصي! ودى بقى المطبخ شفت واسعة ازاي! جوي! انا بقى نفس الجيل المطبخ ولا حتى شوف وكون معادي! تعالي يا حاجة! تعال! تعال! شفتوا الطول وادويلة ازاي! تعال! ودى بقى! خدرت يا حبدالعزيز! والحمام منو فيه! منوش فيه كيف! اهو! ياهو! بدي انتخن القوضة بوا شايفا! عليكم حاجات غريبة! لا بالشألة فيها طبق الحمامات تعال يا حجة مفرّاجة بصي بقى الفسحة شفتي عاملة الزيق شفتي الوسع اللي فيها والنها بتجدام الضرب البرابل وشاكة الصفرة دي شاكة الخشف من تميان حلوة جوي ربنا يا كريمة كوي وسعليه كمان خمان يا دفوعي من خيرك يا عميتي وخير عمامي يا الله خدي حميتي خدي بسمي خدي بسمي شافي عبدالعزيز العميتيك عايزة السفر من ناردة في قطرة اربعة لا تسافر دقيقة ودخل الحمام لا يخرجوا لا تغادم هنا هنالديومين تلاتة شهر كمان الله واحنا خرب ما ينفعش هو الولد ده هو اللي جايدني على ملوشي سيبوني براحتي ولما يتوحشني عبدالرحيم هاجي على طول ولو إني مستعيق على فوري أبو بتصمع أن أبو مالي عماتي لا إله إلا الله يلا يا عميتي يلا يا عميتي يلا يا عميتي هم عميتي لقمة جدا خاضر خاضر يا عميتي خاضر حاجي أنا جاي خاضر نعمل الوقت يا أم أفقودت خاضر ايو عميتي لو ربنا دي مشاغل بس خاضر موضوع مهم خاضر حاجيلك حاضر ماشي سلام موضوع مهم وما يستناش ربنا يسطر عطيه نعمين يا حاج خير مرمي قد ما جاش هنا أنا مش موجود واد مين أنا مواخذ حاج فوق معي يا عطيه مهلوب قالوا لا يا حاج ما جاش هنا بس يعني يا حاج ايوه خلينا في باس دي بقى وانت ماشي طبعا بقابلك برا وتعود و تتودوده اه صراحة هو حاول يا حاج بس انا مديتلوش ودني اه يا حاج قدينه ودني يعمل بقى ايه بس يا حاج يعني عايز اقولي حضرتك حاجة هو على طول رجله عند المعلم أنديل تونيل أبوش الأكر أنا كل ما افتكره بس اجي يتعاكل من كده وهبقى نفس اعمل اي حاجة فيه ما تحاول يا لا تعرف لي كده بيراه عند قنديل ويتودوده في ايه معبر حيكون في ايه يا حاج يعني ها في الموضوع ايه يا حاجة أنا برضو بعد ازنك يا حاجة والشورة شورتك يعني واللي تقوله يمشي كان ليه رأي في الموضوع ده يا حاجة ما تغنيش علي يا بقى وقول اسمع منه يا حاجة وهات اخره لا شيخ الوقت خارج من السجن يا حاجة والشر باين في عينيه طب ما انت خدت وديت معاه في الكلام اهو اعطيه ما تقولي هادت وادودته في ايه هو يا حاجة بيقول انه دي يعني مبلغ صغير كده عند الست سناء قبل ما يتسجن مبلغ؟ مبلغ يعني كام يعني الفين جنيه مثلا؟ لا يا حاجة خمسة وستين خمسة وستين الف؟ هتعبع تحويشة اللي قاعد يسرق فيها فيها طول ما هو شغال انا غلطان ان انا ما بلغتش عنه من الاول مش جايز دي نمرة يا حاجة عمالها بعد ما خرج من السجن يخد له قرشين يبدأ بيهم حياته ويحل عننا انت بتقسم علي هاد انت وهو تقولي خمسة وستين وقالك فاصل بقى في اربعين فانت توصل معايا لخمسة وعشرين وتروح تقسمه مع بعض اهبلانا قالها اللي مختوم على قفايا انا يا حاج برضو؟ طب قاعد الله يا حاج ما حصل وانا مش هفتح مع حضرتك الموضوع ده تاني يا حاج سلام سلام يا المصاعم مش لاقي حد تتحدف عليه غيري يقولي ايه But يا رب والله عظيم امعلم جيزه وبتوحشني وبتوحشك وابتوحشني ودهلتك علينا انت هتشتغلني ولا اي وانالحقته وحشك؟ لا لا بجد مش بشتغلك والله يعني يكفي كلامك المستف مع الزباين يعني ودخلتك علينا وطلتك الحلوة ده ده شابره دلوقتي باقيه بايع مية مية عجيبك كم معالي ربنا يخليك معالي منديل ان شاء الله كده بكرا لمر ربنا يفتح حلقة افتح مون كبير جدا وقام لكل مبينات وخليك تشتغل عندي بنفس المكتب بتاعك لما اخذها معلم تعالوا انا هو ببرا عشان اتخنقتم من المحل والجو المقفول ده بنفس المكتب تبقى معايا في نفس المون ونشتغل مع بعض ايه ده ايه ده ايه ده مونوس ايه كده ايه ده انت عملت ازاي ايه ازاي ازاي رابي الله مالعا مش كنت بتعزي؟ مش روكت عزيته؟ اه ازاي انفعل انت عملتو ده ازاي 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 تجراحه كده ازاي تتعيبه كده من جوه مش روكت عزيته او لا اه عزيت اه سمعت كران اه انا عايز افا انا مش فاهم حاجة هنا في ايه هنا هنا الجنجمة دي العظمة ده فيه هنا مخ لا مخ ايه ده مخ عصفورة مخ عصفورة قد كده هو عيب يا اخي يعني انا عايش عمر اللي فات بمخ عصفورة انت عندك كم سنة؟ مش تتدي سنة انت ثابت عن تسن عايش بيه عشان متابل كده ازاي يا اخي عاصم يا ابو؟ ازاك يا ابو؟ ازاك يا ابو؟ يومين يا ابو؟ يومين ما تضصش على ابو؟ من الشغل للنوم ومن نوم للشغل؟ انا جاي عشان اسأل ايه كواحد نفس افهمت انت جاي بالتكشير يا دي منين؟ ازاي قادر تستحملها على وشك من الصبح لغاية بالليل؟ ازاي بقولك ايه منبينا نروح لمراتك المستشفى وما تالفرش معايا في الكلام العاقل هو اللي يروح لمراته المستشفى فاهم؟ مراتي مش في مستشفى حاج مراتي عند ابوها من بارح بالليل نعنى اخويا لا انت اللي روحت جبتاه واما رفضت تطلع معاك الشاقة انا راحت عند ابوها ام راحت جبتها اهي وعما رطي صممت تروح عند ابوها انت مش شايف المكتبة مقفولة؟ ومن ساعتها انت مرح تلهاش ايه هتعمل لنا فيها مقموسة ولا ايه؟ نسيبقاش غنى بقى ونروح نبوس الجنين اللي جابوها؟ لما تعرف ان ليها بيت يا حج تبقى تيجي انا في حاجة مجنناني ان دا ليه ابني مش قادر تفرق بين العساكر اللي في الاسم والمجرمين اللي في الحجز وبين الناس اللي اوه يا غنوة بقى هتغنوها عليها كلكو ولا ايه؟ انا جايها عصابي مشدودة يا حجة مش ناقص يا ابني افهم بقى مرتك خزرت حملها اللي كان في بطنها ابنك الي من صلبك خزرته بسبب ضربك فيها وهو لسه لحم حمدك زنبه في رقابتك كده احسن يا حج مش ناقصين وجع دماغ يعني ايه كده احسن انت ابني مش فاهم ابنك انت السبب في انه مات يا حج انت اصلك مش فاهم حاجة خالص عمات تتكلم على عماك طب انا قدامك اه وبكامل قوايا العقلي فاهمني يا اخوي فاهمني اذا كان حاجة تتفاهمها فاهمها الهانم كانت بتحب زيزو قبل ما نتجاوز حج وابني اللي هي بتقول عليه من صلبي ما كنتش فاهمه ما قدرتش بقى استوعيجه لما قلتلي انها عحامل فا انت حاجة بقى ولا اوما روح فقابت في الاسم قدر معلم زيزو ربانا يخليك يا شافع مش شكرية ايهالك عاملين ايه والله بيبوسوا ايديك يا معلم زيزو يا ام انت يبوسوا دابوهم ربانا يخليهم لك يا ربا فاكر ايام زمان يا شافعي يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو من مناسبة معلم انا جيت العزة وعزيتك بس انت بخدش منك مني كان حواليك ناس مهمة كترة قوي شافعي من هنا هو مزبوط من نصر يا معلم لا انا يعني زهان خلاص خليها واحدة بس او زهان طيب المرة اروحي مصورة لك عليك طيب يال سلامة سلامة بن حلال شافعي مين شافعي بن حلال شافعي؟ اه يا ماذا سعيني بقى الجسم ده كله مش عزوا باب محلال هيفرق على ميت ابن حلال ها 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 تعرف؟ والله دوله الكازين اللي انا بتعكز عليهم ها بش عارف انا انا كبيرت ولا في ايه؟ انا انا كبيرت ايه بس هو بالله الشكلك انا زي الفل اهو ها وقولك يا معلم ايه؟ انا عايزك تبقى تفهم صاحبك ام من الاصول اللي هو الكبير اللي بيفهم ام انه يعني اه الزعل مولوش دوا بالعزة لانه العزة ده واجب هو كده بيصغرلي اخبالك؟ ما فهمه يعني طبعا 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 عندك حق اهو ده بقى اللي انك بتليهك فيه ايه؟ بقلول خرج بالسجن طب واحنا من؟ ازاي بقى احنا من؟ ازا كان الود حكالي عن مضوع اللي بينك والسنين وقال لي يعني استغفر الله العظيم يا ربه وكل زم قال لي يعني على ابوها لما طبع لكم في الشقة ووقع ساكت بصنا معلم انا مش هتكسف منك اه الراجل صح فضل علي و انا كلامك بصراحة هي كانت اه يعني زي ما تقول بيت حبني عايزة تخش في سكة جواز و انا عمري ما سوقتي فيها ولا استغلتها بما يرضي الله هي اللي قصرت و انا قلت لها من اول لحظة انه ما ينفعش ان انا قامش في السكة دي بتواخب بالك فهي يعني فضل التلاح يوم كده خدتني من البيت لحد الشق اللي ايا بتاعت اللي ايا كتت مجاوزة فيها دي و كتبت ورقتنا عرفي على اساس راجح دمره انا بالنسبالي يعني ما كنتش حاس ان انا بعمل حاجة غلط بس انا حاس ان انا غلط حاليا انا حاس ان انا غلط و حاس ان انا ندمته و حاس ان انا زنباه في الوقت ندمان اه ندمان ندمان انا بس الوقت بيقولوا انه اساب فلوس معاها خمسة وستين الف جنيه هي قبل كده عرضت عليها المبلغ ده مرتين و انا رفضت بس اخر مرة دي هي راح جاية رميال الفلوس في القلب المحل وجارت زي المجمونة لا في دي بصراحة حقاني والمبلغ ده موجود بالمكسب بتاعه ولو انت حكمت يعني و حققتني بالفلوس دي انا مستعدة تقدب بيهم لا انت كده مية مية بس انا بتكلم في سنة نفسها خلاص مش عايزة تشيل هام وفوق هامي كفاء اللي حصل مراتي ماتت سابتلي حتتعيل تهتم من ساعة ما شاف النور بلاد بقى قالوبنا انا ازعلن منك يعني ما كناش هنعرف نخدمك زي بالراجل اللي عجوزة بيخدمك برضو فكي الخير يا عامي والله يا حج والله انا قلت لها الكلام ده بس يظهر بقى انها لسه واخدة على خطرها من جوزها لا لا نعم منك انا قلت كاعة يا حجة شايفة لسانه بينقط حكا يلا بقى وأنا هاجبلك واحدة اخدمك وتقعد تحت رجليك وكان على الوضع عاصم هحكم عليه ما يدخلش لمدة أسبوع البيت لغاية ما يراضيك وانت بتوافقي ويتأسف ويبص رجلك وراسك لو كان عايزي صالحني كان جايلي المستشفى بس خلاص عاصم بيع وخلصنا بين الراجل ومراتهم فيش الكلام دوت يلا بقى يا لبنة بطلي دلعون وشوفيه الدماغ تعالي يعودي عندنا يا حبيبتي واسيبيه في الشقة لحد ما يجي ويتأسفي ده البعد جافى يا حبيبتي مجيتك على راسي يا حماتي بس ماينفعش ده بيحبك يا بنتي وانا مقدرش عايش معاي خلوا بقى يبعتلي ورقة الطلق يا مصدين ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا لبنة ايه الكلام ده يا حبيبتي زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف لبنة بدل مرفع قضيه حسن ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ معلش يا بابا انا محبتش اقولك عشان انت مش حملة زع لا بقى الكلام ما وصلش لحد كده يا لبنة لا وصل ما حدش منكو لا شافوا لا سمع اللي هو عاملوا فيه لو قبلتو الكلام ده على سناء انا هقبله ما بلاش ما بلاش سيري تسانع في الموضوع دي يا بنتي ما هو اتهمني نفس الاتهم بقولك يا عم خليه طلعني احسن بدل ما شاشر عليه وارفع قضية وفي الاخر هكسبها برضو انا رحت المستشفى وخدت تقرير باللي حصل خلينا نمشي بالمعروف عندك حق يا بنتي ايه الكلام اللي انت بتقوله دي حاج اسكوتي ان غلطان من سياس والرازو ترابها وسقطها انا ليه بس عندك تطلب واحد يا بنتي بلاش اقفل الباب خليه موارد من يعرف ان انت كده مش جاي مم ماشي لا انا شوية كده هو اقفل وروح اه يد قاعد معايا ماشي يا باشا ماشي سلام سلام مماشي سلام عزيزو اه مش جاي ولا ايه لا مش جاي راح للدوري بيه انا الان على العبد العزيز اول ايات الامن ايه مش عارف حاسس ان ان داخل في سكة كده مش مزموطة سكة مش سكته يعني ادو ريبي وروان والبزنس كبابل يا عبد برطب ومش عجبك واقف تعكسها انا عكس داي انا جعور اه اللي شرع كله شرع عبد العزيز يعرفه عكس المعافمة دي اللي مرتشة شخصية عندي شخالي دي افضل في لدك ومده بأهلقي ابدل هابلاء انت ميلا اصلا انا اللي بصلت بمليونات الشخصية وبعارك جباني ولسه حوصل يا بكر دي اعدك زعر توسلك بسرعة يلا ابدل هابلاء طيب يا ابو عندي زعر انتوا عفوا بتعملين اي انا يا صبيلة بشتوالك على عاجل امام يا بك سعيشي عادل امام اه عاجل امام انت ماشي باع الوضي اه يا صبيلة موضي بتاعز مجمول ولا ايه انت ماشي باع بيتك انا مش ماشي مع احد عايز ايه بك انت بدأ هقولك السر اللي بحدش في شرع عبد العزيز تبدي يعرفه سل وانت باع عندك سل بطلتي بإسامه او الا ايه انا مش ارد عليك انا عده يا ابو التجذر باع شعلا بالاشعال ازاكي يدو فرسل وششوار وخلت بكبه فيه عم صداعه انا باعرف دوره وشاح الدكية بدادة بعدته اتب اقولك يا بقى ما تشحل نفسك بدا ما خلي شابلو يشحلك يلا يا بقى قبلو بالددع وراك انتوا عفوك يلا ابو انتوا عفوكي يلا ابو انتوا عفوكي ما اسكلمني من ساعتين وبيسألوا عليك اباشا انا قلت لسيادك ان انا جاهز لا ما هو جاهز كده ما ينفعش نظري يا زيزو الراجل خلص كل الاجراءات ومستني ان انت تروح تدفع بصراحة ربنا اباشا المبلغ لطلبه المحافظ للبدو ده مبلغ فيه وانا هدفع كده غميدي لا اشوف بدو ولا غيره هو انت مستجده لا ايه مش كفايا ان وراك بيخرج كله قانوني متزبط من المحافظة ومعاك تصريح المرافق كلها ده غير كمان انه مش هيبعتك في مكتب الوزير عشان شقتك لبعض بقى هناك في النهاية تيجي تحسبها بصل بخمسة حتى هي خمسة بصل اه ملحق ده مبلغ كده يا باشا صغير مش قد المقام انت عارف الظروف اياها بقى خليتني معرفش اجيبلي الهنم هدية ان انت بتعمله ده يا ولد عيب كده دي فلوسك يا باشا عيب بقى انا مبصش مورباني بقى اعمى بقى ده انت اخيك كبير وععرف انت عايش عني بلاوة في السياحة وشارع يا عبدالعزيز ده الباتارين ملت الشارع ما انا نقر لدرايب ولا مرافق ولا حجوزات بقى ده يا باشا الناس بتوعك دول لازم يبقوا في ايدك عشان كده لازم تراضيهم واهمم الشغل وظبط الشغل طيب يا سيدي شكرا طول عمرة بتفهم في الوصول عجبتك لعبت السياحة بقى والله يا باشا روان سألتنا نفس السؤال وانا قلت لها شغل الموبايلات احسن غلتها اسرع وملموم على قد اليد بعيد بقى عن زن الجرائد ورمي الجتة يمين وشمال فكرتني بالموبايلات خد بقى الشغل اللي بيعمل ملايين من معلومة انت عارف طبعا ان البلد فاتح بابها المنتج الصيني طبعا ده العتبة غرقة ملابس لا والقميس طلع من كيسه للزبون القطعب كام بعشرة جنيل حتى والمالبيت بقى جملة كهات والمصنع بيكسب فيه كهات تخيل بقى لما الصيني ده يبقى موبايل موبايلات صيني؟ وبنفس مواصفات الأوروبة يا باشا يا ابني هو انا قاعد في الحزب بلعب ما انت لازم تيجي بقى وتسجل تواجد وتتعرف عالناس ده راجع معاك الحزب وابات هناك كمان المعلومة دي هتعمل مليارات وبكرة تشوف يا زيزو وتمنها عندي يا باشا بس نبدأ هتبدأ بس انت عايز تقوله كتير جدا لازم تخش بتقولك او لو انت مدخلتش حد تاني هيدخل او يا باشا بس سيادتك يعني شايف المحافظ بستعجل ازاي؟ ده غير الانشاءات والتجهيز والدكورات والفارش يا سيدي بقولك تصرف ومش هتندم انا عمري ما اندمت معك يا باشا يبقى تصرف ان شاء الله تخلي يا خوك لي في البنك ده بيزبطك في قرد ولا حاجة اه مناسبة اخوك بقى مالو سيادتك حد اشتكلك؟ اه هو كده فعلا بس ده عشرة على عشرة في البنك يا باشا ومكتهد ده لا انا مش البنك يا زيزو ده هو عامل وسط نت كده ومشارك مع شوية مراهقين بيكلموا وحش على البلد يعني انت عارف طبعا ان انا مدي تعليمات اي حد من دائريتي يندهولوا فيها من الدولة بيودوني خبر انا الاول اسمه جالي مبارح وانا قلت له مستنوا عن ايه ومين بس ايوة بس سيادتك انا انا مواغز ده انا عرف ان النت ده ما بيتقفش؟ لا ما او فيه جهازة عمل اسمه وباحث انترنت يا زيزو وممكن يبضو على اي حد خصوصا بقى لم يبقى عامل بلوج ودوانة يعني وحط عليها صورته بقى ويكتب وينتقد وعمل فيها ثوراجي مش كفاية يعنينا الصحافة الصفرة اللي تلعت على حس حرية التعبير والديمقراطية والكلام الفارغ ده كفاية كده يا لا اكلموا يا باش اكلموا طبعا يلغي وسط النت بتاعته دي ويقف المدونة دي فورا العيل دي حتلمه ريب انا عارف بقولك ايه انا مش عايز اي شوشرة اروح اجيبه بقى من وسط الناس والكلام يكتر وملايين بقى اللي احنا بنتفعها في ما شارعنا هتبوص لقى على مكتب النايب العام بسبب جورنان حاقد عايز يكتب فينا ايه تقرير بعد اذنك يا باشا زيزو بالهداوة الناس دول عناديين ودماخهم ناشفاوي وهو بفتكر معاد المحافظة انها عايز اجي معك وارجع في طائرة نفس اليوم هتجاوز روان انت بقى سيبك منها يا باشا مش فاضلها لا خلي بالك دي عاملة زي هونسة العنكبوت تاخد غرضها وممكن بعد كده تلدخ وتموت كمان الله غالب يا باشا واليد يا واليد وليد فين يا باشا كان بيلعب على الكمبيوتر بتاعه وبعدين اتجاله تلافون نازل خير وعب الحين ايه اجلته وحامده ونيبته طبعا يا باشا كنت عايز وليد في ايه لا ما تجميش بالك انا معناك بتعايزه في مشوار مستعلم كده اطلب انا دلوية اتو هشوف فين وراك اعملنا عشوة حالوة بقى على المال اتفاضل يا ابن احناي الله ايخ رب بيت اهلك بقى الكلام ده هو اللي بتنزله على الهبابة اللي اسمها مدونة دي يا عم انا بكتب اللي بيخطر على بالي وبعدين هو شوه اللي معاك ما تخلينا عرف اكتب مسرح تعال افراجعك على المدونة بتاعت اخوك الله دورتلي في النظام كمان طبعا اطلع هو بيكتب عندي وانا بعلق علي بيكتبه اهو قوادي صورته كمان يا سيدي اتفاضل انا هاريه سويد وجبت صور المظاهرات دي من ايه من عنات برضو ما هدي صور المظاهرات بتاعت انتخابات اتحاد الطالبة اللي تتبقى رئيس الجامعة مع الامن اخويا مش احسن ما يجبولكو المتطرفين متطرفين علامة نعمة من نعمة رب انت القناة التالتة باوز الدمابك اهو والله بقولك ايه خليك فتجارتك فتسيبك للسياسة دي خالص حمار انا العفو يا باشا بس اللي انت بتشوفه للنهاري يخليك اكتر واحد عارف ان البلد يعمل زي المركب مخروم عين في بركة فساد الله يخرب بيتك على بات الكلمة اللي انت مش حفظ غيرها دي بتاع العالي الخيبة اسمع بقى ايهاد انت لازم تقفل الهباب ده وتقفل مدوانة وليد كمان الامن يا اخويا مش بقادي يكون مرأة بالانترنت ده ويلوموك انتو كمان يلومونا يقمنوا بينا ايه بس فوق اللي عندهم وبعدهم عندهم حساسية المراقبة انا جينا على رأسهم بطحة كل اللي يعتس عاصب بده يقصدهم بس سهلا بس هش 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 هس هس ماشي يا عمي ايو يا عمي اه احاولو نبقى عم بتجمع لي الفلوس اللي احنا اتكلمنا فيها دي وبعد وكرا ان شاء الله نتقابل في القرية بتاعتي اه لاي اعزين نخلص بقى احنا خلاص مدYOنا عادي اعزين ندفع عربون ماشي 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 بامر اللق صحراوي يا عمي طيب مع السلامة مالك انت ومال الهبل ده عائل صغير انت اللي في سنك النهاردة زمانه متجوز ومخلف ومسؤول عن بيت كمان عايز تجوزني يعني؟ أجوزك وأجوز زمك هتجوزني مين؟ سناء مثلا؟ أنا آسف يا صاحبي والله ما كنت أقصد عادي يا عم والله العظيمي القافي جات كده خلاص بقى قل لي ازاي ابنت؟ ابني هو ابني دي بقى هو الجرحة الكبيرة قيات ما باخده على أدايا كده أحزن يفتكر أمه يعني ماتت وثبتوا لي ماتت في حضن يا قيات ساعات أشم ريحة نفسها هنا نهايته أنا خايف عليك أخويا وخايف على وليك كمان ممكن على الفساد بص على انترنت بتاعك وشوف من بيوكلنا ويشربنا وخلانا نتكلم كده في السياسة بحرية زي ما انت بتعمل مش المركب المخرومة بربا يعني ايه؟ طب ايه رأيك بقى ان انا مش هطلع على حد ما تيهبوس الجازمة مش هتقدر مش هتقدر لأنه وهي في المستشفى خدت تقرير طبي بيقول ان انت السبب في كل اللي حصل لو قدمته للنيابة هتطلعها غصبا عنك وعن عين أبوك المستشفى دي اللي انت ما رضيتش تتعفر تراب جزمتك انك تروح تزاره عرفت بقى ان الكلامي صح؟ عايزت تطلع عشان اخلالها تجاو وتتجاوز الواطي عايب الكلام ده يا عاصر ده مش كلامي يا امه بنتك سناء وانا باضربها بعد جوازها العرفي من عائل الواطي ده قالت الحياة قالت ان روبنا مراتي كان بتحب الوات ده وانه هما كانوا يتجاوزوا دولة بقى ان انا سبقت وتجاوزتها وان اختي كان بتسهير للجوازة عشان يقلالها الجاو مش هيعزة تطلق؟ ماشي انا هطلقها بس واعزة جلالة الله لخليها زي البيت الوقف والله هيقرم لها هجيبوا الاسم وهلقوا من رجلو لحد ما يفرق الدنيا امشوا برا هتسيبوا يعمل اللي بيقول عليه ده امشوا برا ابنك ده احنا اللي بوصناه احنا اللي ده اللعناه كل ما يطلب نديله وكل ما نديله يطلب اكتر واكتر 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 اااااا عايزين اجهازة منزلية ولا محمول اجهزة طبعا hör معلم طيب انتاو شايفين ايه الاجهزة المنزلية نحط فيها فلوس ولا المحمول لا معلم اترى ارى للرأيتك وصور صورتك طيب انا متقبّراتكم معاتكم قدامو لازم تقولولي نعمل ايه المواغذة يا معلم احنا طول عمرنا اللي ناسبون في الأجهزة والأجهزة إرشاحة لا المحمول أخاف ومكسبه أسرع وبعدين البيجا معلم يشوف أجهزة بيشوفها على المحمول والعكس بلده صحيح خلاص لما نجيب نبقى نحسبها ساوي سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته مشغول يا معلم يجي لك وقت تاني لا 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 روح انتوا قاتوا البداية اللي انتوا عايزينها وبعدين هاعد معاكوا انك تحسب مع بعض ناس يا معلم يلا بالسلامة فيه يا لابط كلمت صاحبك حكلمهولك بس يقولي المبلغ كام خمسة وستين ألف هامعلم ومش هتنازل عنهم الله انت هتنح معايا طب اطلع بره دلوقتي لما كلمه في التليفون ماشي بس خلي بالك انا باشحت والشيطان قرب يلعب في دماغ انا مالي بقى يلعب في دماغ ويلعب في عينيك يديني فرصة يكلم الراجل ولا بعتك ليه تدفع المساوة يلا استناني بره اطلع يلا حبيبي ايه الخط هاي يا زيزو هاي يوم موجود عندي يا سيد ومتعصب ومتنرفس وعينيه مطلع شرار طب انا اعمل ايه ايه اه خمسة وستين ألف طب انا هدفع هامله وصحاب الفلوس يرجع هدفع هام تاني بوتدفعوا مرتين ازاي يعني مش فاهم ايه في التليفون ده افضال طب خلاص سريح بتشعب يامل مش عايز اشعب اي حاجة واضي النطع اللي برا ده واقف عندك عايز ايه بالراحة ليه لواض غلبانه لسه خارج من السجن وعايز ايه لا مش عايز ايكل ايش ولا حاجة يا انديق انت فاهم كويس قوي اللي فاندي بيقول انه لوح عند بنتي خمسة وستين ألف جنيه تعرف تقولي لموهم منين الخمسة وستين ألف جنيه دولا؟ اهو انت كده قصرت علي بقولك ايه نعم هو فعلا اداهل خمسة وستين ألف جنيه نديل يا انديق خلينا نقطع عرق ونسيح دمه عايز افهم منين اللي فاندي ده وهو مجوزه بنتي وانا اللي مشوره مدفعش ماليه مبيض ازاي قدر يحوش خمسة وستين ألف جنيه من وراي خلاص بقى يا معلم عشان نقطع فارط والنتاح ازمع انديق قلو ايه بشرية كده اللي حسن قسما عظما اخلي الوضع عاصم ابني يحبسه المرات دي بقى مسترقه ولا حاجة لا ارهاب يعني يعيش ويموت في السجن امر يا بارك التليفون ده خدتوا منك من يومين اتنين بس واول محاطط الشريح عالشركة باعتت لي رسالة ان الموبايل مسروق ومتبلغ عنه متبلغ ايه ومسروق ايه الكلام ده مش عندي دفاترينة تاني يا حبيبي عند عالي مفيش الكلام ده ماشتغلش في المسروق التكل على الله يا عبا يعني هتنكر ان انا خدت منك التليفون ده وماردتش تديني ليه اي ورق بقى امرت ما قلتني انه جاء من بره؟ لا طب هو جاء من بره يا عمو انا عامله تحت الفاترينة ولا ايه علب اللي هو السودة اللي بتتحدف علينا دي وبعدين يعني هو انا مغسل وده من جنة ايه ده بس افاهمك انا بيجي لواحد محترم كده زي حضرتك عايزي بيع جهاز المستعمل باشتري منه ومن غير ورق يجي واحد تاني برضو محترم زي حضرتك كده عايزي اشتري الجهاز بابعه وبرده من غير ورق غلطة شو عنها؟ اهو طلع مسروق والحكاية باني اخش انا السجن بسببك وبعدين بقى السجن ايه ما توطريش بحكاة السجن دي اعمل لك ايه بتعمل ايه؟ انت اخد تليفولك وتديني تلقفلوسي وترجعوا الحرام اللي سروا منك ما بقولك ايه؟ حرام وسجن والكلام ده بقولك يا بركة عشان نخلص كده عشان احنا بنلفلك مع بعض ونجب من الاخر لو انت معاك ورق يثبت ان انا بعتلك الجهاز ده روح اشتكي يا عامل اه انت كده بتنكر طب انا هامشي من هنا حالة انا اروح على اسم الموسكي اعمل لك محضر الله يسألك يا عامل ايه البلولة بتتحدف علينا دي ايه وانته ايه عامش عبره الله معلم زيزو الوقت علي مش في السليم بيشتغل في الشمال يا ريس في الشمال؟ مش فاهم بيشتغل في المقلوب والمبلول والتلاجات وكل حاجة مضروبة امو انت قل لي عرفها الوقت ده لامم شوية اهل سيع وحرمية اصحاب بكره اصحاب ده؟ ايوة بيسرقوا الموبايلات من الناس ويبقوا اهاله يبيعها للناس يعني كده سمعة شارع عب عزيز بتبقى زي الزفت يا ريس اطلع اين امو؟ بكر روحات الوقت ده حالة عايزه صاحي؟ عايزه نايم روحات الوقت ده امر يا معلم عالم تمزع للحج ليه؟ وطي على اين بوسع ده الوقت وما تتكلمش ولا كلمة الاحسن والله العظيمة او ملزقك في الحيط ومال وبوسع الحاج يخيره عليك وما ينكرش غير غير من الحرام قاعد يا علم ماشا معلم شوفت؟ اولدي عنك اول تكلم بقى كده بالراحة وعلى مهلك بدل ملزقك على افاك خمسة وستين الف جنيه تلموهم ازاي من شغلك معايا وانت ايدك نظيفة يا بهلول شقايا يا معلم منو انا شغال عالتال في الشارع لحد ما انت دخلتلي السجن ياب لم نسانك لا تعهولك يا لا وفلوسك اللي هما شقاك وحلالك وتعبك زي ما انت بتقول بتديهم لمراتك ليه زي ما تكون بتتاوي قتيل لا لاي لله مش مرات يا معلم يعني الحق علينا مش يلتغمش مع حد تاني هي كلمة واحدة مش عايز لها تاني سرقتني وانت شغال عندي ولا لا يا بهلول اه كده بانك لبيته خلاص اسمع الحاج مش هدفعلك حاجة انا اللي هدفعلك بس مش خمسة وستين الف زي ما انت قلت ام الكلام يا معلم هنديل هنديل عشرة الف جنيه والله العظيم ما ينفع عشرة الف جنيه ايه ما ينفعش يا معلم ليه ما ينفعش ليه ما ينفعش يا معلم عشرة جنيه الايه الاوي يا اخويا حديك اربعين خلاص لو اتكلمت كلمة تانية هارجع للعشرة تانية فاهم ولا ما انتش فاهم السلام عليكم يا حادث الصور اهلا انا عايز اعمل محضر ايه هو تسرق منك محمول انت كمان لا انا انضحك علي واشتريت محمول وطلع مسروق اه ما احنا شكالين في المحروق بتاعكو ده ونصفق روح يا ابني ولما تشتري محمول بعد كده بقى اشتريه بورقه كامل يعني ايه ده انا دافع فيه مبلغ كبير ولازم تعمل لي محضر يا ابني قلتلك روح القانون لا يحمل مغفلين انت كمان هتغلط فيه او ايه بقولك ايه انا مش ناقصة اضافة انا انا افضح تمام يا باشا اقولك انا باشا انا اشتريت محمول وطلع مسروق ومش راضي يعمل لي محضر اه محمول ده بقى اكي اللي اشتريته من شارع عبا عزيز ايه يا فن تعرف اسم اشتريته منه؟ طبعا يا باشا اسمه علي لا اسمه عالي اسمه عبا عزيز عبا عزيز عبر حين فضل بس يا باشا اللي اشتريت منه المحبول كلهم ياب اشتريه عمده ايه الا اوان بقى انا نظف الشارع من العالم الويسخة دي اعمل لي محضر بافتحت الدعب عزيز ايه بحزرك تبلغه هات ازني يا بو حصره انا بوه تمام يا باشا اسمك يا دي ابتاطك اسمي ناصر وطلع ايه بطلع يابتال بلطلع المنزل المطلع ايه وات سوتك وات عم شافه عايز تشتغل في الشرع لسه عالي توطي سوتك عايز تشتغل في الشرع لوحدك يعني واحنا ملاقولش عيش ولا عم شابر مش بتشتغل في المقلوب والمبلول والمسروق وانت مرك يا عم اشتغلت لسه عالي وانا قفل البطول فتحت هاسا انت عارف كويس اني تليفون صغير مني يوديك ورا الشمس بس كده مشيك على فكرة كتاب علم الادب باسم المعلم زيزه الفصل التاني لما تكلمه تلزم الصدق تلزم ايه؟ موسيقفل صدرك انت كبرت علينا يا اسطن ماليه؟ كبرت قوي اتكلم عادل يا علي شغل التلت ورقات بتاعك ده ما يعضش معايا ده يوسخ شارع عبدالعزيز بس يا حبيبي ودولة تجار واكل عايش ناس يفرموك يجبوك عالارض انت ودكانك ها 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 زي محرق ودكانك الزم الصمت وصوتك واطي زي محرق ودكانك قبل كده اسطن ماشي صف حسابك معانا ولم بضعتك وجرودها يا اسطن وشغل المبلول والمسروء انا هاعرف حسبك عليه بعدين ماشي يا اسطن نجرد البضاعة خد يا عابو فرقتنا عليها تلاتين بارها ماشي يا اسطن بلاك تعالي ام وافية